السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهل في كل مكان أهلا ومرحبا بكم الحقيقة حلقة النهاردة التي تحمل الرقم 767 من ملك وكتابة بيقب عنا فيها المهندس عدل القاعي لمناسبة عائلية سعيدة إن شاء الله لكن خلينا في البداية نشاطر الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق نجم الكرة المصرية والكرة الأهلوية السابق الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة حرمه التي وفاتها المنية بالأمس بعد صراع مع المرض والحياة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة حرصوا على تقديم خالص التعازي للكابتن طاهر أبو زيد عضو مجلس إدارة النادي السابق ووزير الرياضة الأسبق في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى دعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون حياة كمان الكرة المصرية فقدت بالأمس واحد من عناصرها الإدارية النبغين الدكتور فيكين جزمجيان الدكتور فيكين جزمجيان عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري السابق وأيضا مدير العلاقات العامة والإعلام في الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة في الثمانينات والتسعينات وفاته المنية أيضا بعد الصراع مع المرض كان الدكتور فيكين الحياة مثال للعطاء ومثال للإخلاص ومثال للمصري النابغ شارك في اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في القاهرة وأيضا في أكثر من حدث رياضي مهم جدا وكان له إسهاماته الرياضية الكبيرة تغمد الله الدكتور فيكين بواسع رحمته ولأسرته أيضا الدعاء بالصبر والسلوان يمكن قناة الأهلي وكل الأحداث التي طرأت خلال اليومين الماضيين دفعت اليوم الشركة المتحدة لإصدار بيان مهم أقول لحضراتكم حسب ما جاء في هذا البيان عقد مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اجتماعا مشتركا مع مجلس إدارة الشركات التابعة التي تقوم بتحمل كافة تكاليف تشغيل قناتي الأهلي والزمالك وتم تدارس مدارة اليومين السابقين وضعين في الاعتبار المصلحة الأولى لرفعة الرياضة المصرية أو كرة القدم كلعبة شعبية هامة وكذلك الحياد عن أي خلافات وأن جمهور رياضة كرة القدم يمثل الاهتمام الأول لدى مجلس الإدارة وتم اتخاذ القرار بالإجماع على رد القنوات المعنية للناديين المعنيين وفقا للأليات القانونية الجاري إعدادها والاتفاق عليها مع الناديين أو من يمثلهما وفقا لأحكام القانون بحيث تقول إدارة وتشغيل القناتين للناديين أو من يمثل كل منهما في هذا الشأن بشكل كامل وأضاف بيان المتحدة للإعلام وتؤكد الشركة المتحدة حرصها الكامل على دعم الرياضة المصرية والأندية المصرية والجماهير المصرية وعلى خطاب إعلامي ينبذ كل أشكال الفتنة والتعصب وكل سلوك يبتعد عن أخلاقيات الرياضة داء بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد ظهر اليوم الخميس بعد مباشرة أصدر النادي الأهلي على لسان الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي للنادي أيضا هذا البيان قال إن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي طالع البيان الصادر منذ قليل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي أعلنت من خلاله إعادة المسؤولية الكاملة لإدارة وتشغيل قناة الأهلي للنادي أو من يمثله في هذا الشعر وأن مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي المملوكة للنادي يؤكد على تقديره واعتزازه الكاملين بالتعاون الكبير والدائم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذه الشركة الوطنية التي لا ينكر أحد دورها البارز في دعم ومساندة الرياضة والأنديات المصرية والمنتخبات القومية وكذلك الجهود الواضحة التي تبزلها من أجل تطوير صناعة الرياضة المصرية ده بيانياً بيأكدوا قيمة الشراكة بين الكبار قيمة تقديم المصلحة والمسؤولية على أي شيء وقيمة أيضاً حل كل الأمور وفقاً لهذه الأهليات على أرضية مشتركة وحدة أنتوا هتلاقوا السابت فيه ما ورد من شركة الخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الإعلامية وأيضاً بيان شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي أن الأرضية المشتركة إعلاء قيمة المصلحة العليا للوطن وأيضاً تقدير الجهود الوطنية الكبيرة التي تبزل من أجل مصلحة الرياضة المصرية قلت لكم في البداية حلقة النهاردة بافتقد فيها شخصياً والمؤكد أن حضراتكم أيضاً بتفتقدوا الزميل الكبير الرمز المهندس عدل القيعي لكن إذا كان غاب في هذه المناسبة العائلية ما ينفعش نغيب صوته مساء الخير يا أباش مهندس مساء النور يا إبراهيم ويعني كل طفيق لك في الحلقة اللي ألقيت العبء عليك فيها ويعني حتى نلتقي يوم الاثنين بإذن الله على خير إن شاء الله بداية لازم أشاطر كابتن طير أبو زيد الأحزان ونضعه لنفقيد أبو الرحمة ويلهم الصبر والسلوان كذلك الزميل العزيز الذي زملته في مجلس دارة اتحاد كرة القدم بيكين جزمجينيان وأعتقد أن يعني كان ونعم الصديق ونعم الرفيق وربنا تغمد الجميع برحمته اللهم أمين تابعت مبارح بقى معركة الدوري والفترة ديت والنتائج المتدخلة مع بعضيها الفوز الصعب على المقصة مبارح أنا عارف أن أنت ما شفت شلو ماتش طبعا بس أكيد شفت بتابع بقى أكيد شفت تفصيله بتابع طبعا الشجاهات التحليل ولي ملاحظة دائما وأبدا ما نقول أن الدوري في أوروبا لا يحسن إلا في النهايات وأن قيمة وجمال الدوري في الصراع المحتدم اللي ما أنتش عارف نهايته إيه وما أن يتحقق هذا على أرض الواقع نجدنا نهاجم الأندية الكبرى التي لا تحقق نتائج المطلوبة الكرة بات صعبة وأنا اتتركت مبارح على ماتش ليبربول الودي أمام ريتبول الألماني وشفت حرته وهزمته أمام فريق متكدس لم يفعل شيء طول المغرى إلا الدفاع والدفاع الواعي المستمر وشفنا أن أعطى الفرق قد يعاني أمام فرق أصغر منه بكثير إذا ما كانت الكرة تعانده وإذا ما كانت تنظيم الدفاع بهذه الكثافة كرة القدم مبنية على صراع والصراع مش دائما بيحسن للأفضل ولكن يحسن بتوفيق ويحسن للي يعني كمان ضيق على الخناق والفرص وخطب جون أنا عايز أقول أن الدوري قوي الدوري لن يحسن بهذه السهولة وعايز أقول كمان أن النادي للي نصبر عليه شوية حيتعافى بإذن الله لأن لما تلعب وانت عندك 11 لاعب يشكله فريق كامل في كل الخطوط من أبرز نجومك وحتى اللي بيرجعلك بيرجعلك من الناقيين أو الناشئين اللي لسه ما خدوش فرص ويثبته ما انتناش عشان ينجح لازم يخش الفريق يشيله صحيح صحيح إنما يعني أنا مش على هذا القدر من التشاؤم وأتمنى بإذن الله أن النادي الأقل يجد النغمة الصحيحة وأن نجوموا يستعيدوا نفسهم وبسرعة ويتغلبوا على كل الصعوبات اللي هم فيها عشان نشوف نهايات سعيدة بإذن الله إن شاء الله يا باش مهندس وتستمتع وترجع لنا في حلقة الاتنين إن شاء الله بإذن الله ونلتقي معاك ومع سادة المشاهدين على كل خير بإذن الله شفت أنا بفكك باتنين يعني تغيب عني لازم أن أجيب اتنين ما ينفعش أجيب واحد لوحد مين اللي جاي معاك صديقنا العزيز عصام شلتوت والصديق العزيز محمود صبري يعيني يعيني آه يعني اتنين لوحد لا ده أنت لا ده أنت استعدت بقوة ضربة أروح فيها فين يعني يعني ما هو ما ينفعش أب أنا بقولك أنت تتفك باتنين لا بتحكريني يا حبيبي أي واحد فيه متشك يعني يتفك بعشرة وموفق بإذن الله شكرا جزيلا وتستمتع وترجع لنا بألف سلامة شكرا جزيلا شكرا جزيلا للزميل الكبير والرمز الأهلاوي العظيم المهندس عدل القيعي اللي قلتلكم نفتقده في حلقة اليوم لهذا المناسبة العائلية نستمتع به في حلقة الاتنين احنا وانتوا ان شاء الله زي ما أشارت المهندس عدلي حيكون ضيوفنا في حلقة النهاردة أو في الجزء الثاني منها اتنين من نقاطنا الكبار الحقيقة اللي ليهم رأي دايما واضح وصريح من منطلق خبرة طويلة ومن منطلق روح أهلوية جميلة لدى النقد الرياضي والصديق العزيز عصام شلتوت وايضا النقد الرياضي والصديق محمود صبري مدير تحرير الأهرام والمشرف على صفحات الرياضة في الأهرام هيكونوا معنا في الجزء الثاني من الحلقة طيب طمناكم على المهندس عدلي نطمئنكم على مستشفى الأهلي مستشفى الأهلي فتحت فرع في الدوحة وسافر إلى العاصمة القطرية حسين الشحات نجم الأهلي اللي خضع اليوم لجراحة لإزالة غضروف الرجبة الحمد لله أجريت له العملية بنجاح كان رفق الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي ورئيس الجهاز الطبي في النادي كما يبدو في الصورة مع حسين في غرفة العمليات في المستشفى الجراحة أجراه له الخبير اليوناني كوستاس أحد أكبر المتخصصين في إجراء العمليات الدقيقة في الرجبة في أكاديمية سباير القطرية حسين هيستمر في المرحلة الحالية في العلاج في المركز الطبي في قطر مصاب قطع كامل في غضروف الرجبة كان قبل مباراة الجون المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري واللي قيمت يوم 5 يوليو الجاري تأخر سفر حسين شوية نظراً لارتباطات الخبير اليوناني حتى وصوله إلى مستشفى سباير في قطر وسفر حسين وأجريت له العملية بنجاح والحمد لله أيضاً من أخبارنا الطبية الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع النشين تم تصعيده طبعاً للفريء الأول عشان يسد فراغ الدكتور أحمد أبو عبلبي طمنا على الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب اللي كان أصيب في المباراة الأخيرة بيكادنا في الوجه والكتف وقال الدكتور أسامة أنه الحمد لله الشناوي سليم وبيشارك في تميرينة النهاردة على خفيفه ويكون جاهز لمباراة المؤولين يوم السبت إن شاء الله كمان الفحص الطب للدكتور أسامة مصطفى أكد إنه أيمن أشرف اللي كان أصيب بكادمة بسيطة في اليد في المباراة الأخيرة مع المقصة هو سليم الحمد لله ويمكنه المشاركة في المباراة المؤولين الدوري سخن قوي نهاردة الإسماعيلي كسب الجونة 3 صفر عشان يخرج الدرويش شوية من عنق الزجاجة رفع الإسماعيلي رصيده لتسعة وعشرين نقطة وساب الجونة في المنطقة الخطرة بستة وعشرين نقطة المؤولين متهدد أيضا ثم المحلة يعني المؤولين والمحلة والجونة والمقصة تقريبا موقفه بقى شبه مستحيل في إنه يظل في الدوري أسترني كامبني على حفة الخطر فتكون المسألة محتدمة جدا هنتابعها مع حضراتكم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي بيمثل أحد الأجنحة القوية العافية للقوى النعمة المصرية الوطنية وده يظهر الحقيقة يا جماعة في كل مناسبة نادي الأهلي يحل فيها وفي كل عاصمة عربية شقيقة نادي الأهلي يظهرها بل حتى من غير زيارتها يبقى الشغف بالأهلي وقيمة الأهلي ومتابعة الأهلي وشعبية الأهلي لافت النظر حتى للأشقاء العرب قلتلكوا كأحد أهم مكونات القوى النعمة الوطنية المصرية العظيمة تاريخيا لأنه من يومين أول مبالح بالزبط بوابة العين الإماراتية ودي بوابة رياضية مهمة جدا وفعالة اهتمت بالرصد الرقمي لشعبية الأندية المصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهنا لما بنقول رصد المسائل الرقمية يعني أقدر أدخل أشوف على كل وسيط من الوسائط الإعلامية الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حجم المسجلين الفولورز هنا وهنا وهنا فدي أرقام لا تخطئها العين ولا تحتمل أي خلاف أو جدل لأنها مجرد أرقام فالرقم خير دليل لأنه الحقيقة الرقمية السابقة الحقيقة كانت بوابة العين الإماراتية البوابة الرياضية للعين قالت أنه النادي الآلي ونما أقول مصر أقول أن مصر هي القوى الشعبية الجمهرية الأكبر في المنطقة العربية وفي القرى الأفريقية مش بس حتى بحكم عدد السكان لا بحكم عراقة الكورة وعراقة الإعلام المصري فيكون الصدارة المصرية تقريبا هي صدارة عربية وأفريقية من ثم وربما في منطقة الشرق الأوسط لأنه الآلي بياخد مكان متقدم بين أكثر أنديت العالم جذبا للمتابعة واهتماما بأخباره ومتابعية فالعين الإماراتية ولما يكون صادر عن بوابة الرياضية إماراتية شقيقة بتبقى المسألة ما فيهاش هوا ولما تكون المسألة مجرد إحصاء رقمي تكون دي الحقيقة المؤكدة والدمغة الحقيقة تقريلي للعين قال أنه الأندية بتتصرع في كل مكان حول حصد الألقاب غير أن صراعا آخر ظهر في الأفق مع تطور وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة ويتمحور هذا الصراع حول ما هي الأندية الأكثر شعبية سواء على أرض الواقع أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت المتنفس للأنديية الشعبية في ظل غياب الجماهير يعني حتى حجم الشعبية دلوقتي كانت الأول ممكن بتقاس من خلال عدد الجماهير اللي بتكتز بهم والمدرجات أصبحت الآن تقاس من خلال أرقام تعكسها المنصات الإعلامية المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحسب تقرير العين الإماراتية بوابة العين قالت أنه النادي الأهلي بيأتي في مقدمة الأندية صاحبة الرقم القياسي فتت وجد ألقاب البطولات المحلية والقرية لكن من حيث أنه عدد المتابعين للأهلي كرصد أو كملمح من ملامح الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إجمالي عدد متابعي حسابات الأهلي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي تفتكروا بلغت كام 40 مليون و315 ألف شخص بيتابعوا النادي الأهلي ما شاء الله 40 مليون و315 ألف شخص منهم 15 مليون و159 ألف شخص على الفيسبوك حسابات النادي على تويتر اتقسمت إلى 3 فيه اللغة العربية ودي بيتابع الأهلي من خلالها 9 مليون و187 ألف شخص وفيه باللغة الإنجليزية وده بيتابع الأهلي من خلالها 4 مليون و228 ألف شخص والتالت بالفرنسية وبيتابعه 485 ألف شخص الأهلي كمان بيتصدر قائمة حسابات الأندية المصرية على إنسجرام الأهلي له على الإنسجرام 8 مليون و756 ألف شخص موقع الفيديوهات الشهير التيك توك الأهلي له فيه 2.5 مليون متابع وعلى يوتيوب له مليون و8 من 10 أو 8 من 100 مليون متابع إذن الأهلي إجمالا له 40 مليون و350 ألف شخص الرقم ده اللي قدامكم ده الجدول للأندية المصرية كلها وأنا هنا الحقيقة لازم نفخر ونسعد إحنا كمصريين إن إحنا عندنا كيانات شعبية لها هذا التأثير لأن حجم المتابعة من الجماهير المصرية يعكس قيمة صناعة الرياضة المصرية ويعكس قيمة صناعة كرة القدم المصرية ويحمل الاتحاد المصر لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة وكل الجهات العاملة في هذا المجال مسؤولية كبيرة على رعاية هذه الصناعة وتنميتها والاهتمام بيها لأنك لك أنت تخيل إنه النادي الأهلي الكيان الكبير ده بيتابعه 40 مليون و315 ألف شخص ده مش متاح لأي نادي في أفريقيا وفي منطقة الشرق الأوسط يدخل بالآلي في مناطق عالمية متقدمة لما يكون عندي قيمة مصرية في هذا العدد أيضاً اللي أنا هقوله لكم لا يبقى أحنا بنتكلم على كتلة حية جداً لصناعة الرياضة في مصر وكرة القدم بالخصوص لأنه خلينا صرحة الغالبية العظمى من المتابعين جمهور كورة فجمهور كورة في الآلي 40 مليون و315 ألف شخص نادي الزمالك الشقيق له 14 مليون و520 ألف بالضبط خلف الآلي زي ما بتقول بوابة عين الإماراتية خلف الآلي صاحب 40 مليون و315 ألف بيجي نادي الزمالك بـ 14 مليون و520 ألف منهم 7 مليون و67 ألف على الفيسبوك وعلى تويتر يتابع حساب نادي الزمالك بالعربية 5 مليون و228 ألف مقابل 235 ألف شخص في الإنجليزية و36 ألف بالفرنسية وعلى إنسجرام الزمالك له مليون و8 من 10 مقابل 174 ألف شخص على التك توك إذن الأهل 40 مليون 315 ألف إذن مالك 14 مليون 3520 ألف بواقع يعني ثلاث أضعاف تحديدا الأهل عن إذن مالك اللافت في الجدول بحسب تقرير بوابة العين الرياضية الإماراتية هو نادي بيرامدز اللي قدر في فترة قصيرة جدا يحجز لنفسه مكان في القائمة فأصبح لبيرامدز 3 مليون و900 ألف وده رسالة للأندية التانية لأنه بيرامدز 3 مليون النادي المصري مليون ونصف المليون والإسماعيلي مليون و170 ألف متابع هنا الدور كبير جدا على الأندية الشعبية بتاعتنا لأن أنا بتكلم على المصري والإسماعيلي والاتحاد الاتحاد سيد البلد لا لازم أن يهتم بتنمية شعبيته الاتحاد نادي عريق الاتحاد نادي كبير له قيمة وله جماهيرية وله شعبية لازم أن يهتم بتنمية هذه الشعبية صحيح أنه الأندية التلاتة الإسماعيلي والاتحاد وأيضا المصري طبعا المنصورة بعت خالص المحلة رغم أنه فريق شاركة لكنه كمان واخد الصبغة الشعبية من خلال مدينة المحلة الكبرى ومحافظة الغربية لكن الأندية دي تعانت كتير في ظل سطوة أندية الشركات والهيئات طبعا السوق بقى صعب جدا عليهم سوق انتقالات اللاعبين بقى صعب جدا لكن هم تراجعوا بفعل مش بس صعوبة التحديات مع أندية الشركات لا كمان فيه إهمال كتير جدا فيه تراجع على المستوى الإداري فيه تقاعص عن تخليق أفكار جديدة جدا تنمي شعبية ودور ومكانة هذه الأندية في محافظاتها وركنوا على كده تاريخيا من زمان فزي ما بقول لكم لما سطوة المال وسطوة النفوس تخلي بيرامدز يقتحم الصفوف ويبقى التالت بعد الزمالك والأهل المتصدر يبقى بيرامدز عنده 3 مليون وتسعمائة ألف هذه شعبية مصنوعة شعبية مصنوعة في فترة قصيرة جدا لكن ده انذار قوي يعني حتى وإن كان بيعكس الترتيب في المنافسة الرياضية الموجودة حاليا في الدوري لا كمان بيفرض على الأندية الشعبية أنها تستيقص شوية الاتحاد مش شايفه في القائمة خالص اللي عدتها بوابة العين الإماراتية جيل الأهلي ثم الزمالك ثم بيرامدز زي ما قلتلكه ثم المصر البورسعيدي والإسماعيلي الخامس كنت أتمنى أنه الاتحاد سيد البلد يبقى له حضور في هذه القائمة على فكرة إحنا مهملين جدا يعني إذا كانت بوابة إلكترونية زي بوابة العين اهتمت بهذا الرصد وهو رصد رقمي لكن حتى قياسات الرأي العام في الشارع المصري الرياضي أهملناه كثيرا يمكن آخر دراسة تواكب دراسة العين الإماراتية كانت على الشارع الرياضي المصري كان قدمها مركز بصيرة لقياسات الرأي العام وده أحد المركز المهمة في قياسات الرأي العام المعتمد من قبل مجلس الوزراء كان عمل لنا إحصائية أو دراسة عملها بصيرة في من 14 ل 18 يوليو 2014 يعني بديكلم من 8 سنين فاتوا كانت وقتها بصيرة أعلنت أنه 72% من المصريين أهلوية و21% بيشجعوا الزمالك والفئات الأكبر سنن هما الأكثر تشجيعا للنادي الأبيض يعني يعني الكتلة الخصبة في مشجع الزمالك هما الأكبر سنن و19% من المواطنين ده بيتكلموا على نهاية كأس العالم وقتها لكن النسبة اللي أنا بقولها لكم أنه 72% من المصريين أهلوية تقريبا النسبة لما تبص على الأرقام من 72% ل 21% هتلاقى قريبة جدا من مركز بصيرة أو مركز أو دراسة نادي العين أو بوابة العين أنه 40% لـ 14 حسب مواقع التواصل الاجتماعي لكن بصيرة بيتكلم على أرض الواقع لأنه إذا كان فيه 40 مليون و315 ألف متابع للحسابات الأهلوية المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيه كتلة كبيرة جدا من عدد السكان أهلوية لكن غير متفاعلة أو غير متعاطية مع مواقع التواصل الاجتماعي سوء بين السيدات بين الأطفال حتى في الأقاليم فيه ناس كتير مش مهتمة بالتواصل الاجتماعي أو التفاعل الإلكتروني لكن زي ما قلتلكوا بصيرة كانت دراسته أن 72% من المصريين أهلوية والنسبة ما اختلفتش كتير على فكرة لما شركة عالمية كبيرة زي أبسوس اهتمت أبسوس العالمية بتكليف من شركة صلة إحدى الشركات العربية العاملة في الرعاية الرياضية وقت ما اهتمت تيجي تاخد رعاية النادي الأهلي قبل ست سنوات تقريبا اهتمت أنه تشوف حجم الشعبية للنادي الأهلي في الشارع المصري عامل إزاي وقالت الدراسة اللي أجرتها صلة وقتها أو أبسوس أنه 40 مليون أهلاوي من 50 مليون مصري بيشجع الكورة أبسوس وقتها الحقيقة استهدفت لأنها اشتغلت في هذه الدراسة أبسوس ونيلسون سبورت وبليند فاير الثلاث شركات قدموا لشركة صلة السعودية العاملة في مجال الرعاية عشان تاخد رعاية النادي الأهلي وقتها تقريبا بنصف مليار جنيه فعشان تدفع نصف مليار جنيه في رعاية النادي الأهلي كان لازم أن تقيس حجم شعبية الأهلي في السوق إزاي فاختارت أو كلفت الثلاث شركات العالمية الكبرى أبسوس ونيلسون سبورت وبليند فاير بدراسة دقيقة لقياسات الرأي العام الرياضي في مصر قالت ساعتها هذه الدراسة أن مصر فيها خمسين مليون واحد شغفين بكرة القدم الخمسين مليون فيهم أربعين مليون واحد أهلاوي الأرقام مع بعضها زي ما قلتلكم بتعكس في النهاية حجم مش بس قيمة شعبية الأهل لأن هي الحقيقة حتى على أرض الواقع محسوسة وملموسة لكن حجم الكرة المصرية صناعة الرياضة المصرية والاهتمام العام بيها ده كلام مهم جدا جدا لتنمية هذه الصناعة وتطوير هذه اللعبة لأن مجلس دارة اتحاد الكرة بالمناسبة في الفترة الحالية معني جدا بالدور الأساسي اللي عنده تعارفين أنه لما تعاملت ربطة الأندية المحترفة خلاص برئاسة النهاية بأحمد دياب والأندية الدور الممثلة فيها فالكل عنده هذا الدور فيه الإشراف على بطولة الدور الممتاز يبقى الدور الأساسي على الاتحاد المصر للكرة القدم اللي بتمر مئة سنة على تأسيسه دي المشكلة صدقوني مشكلة كبيرة جدا اتحاد عمره مئة سنة على أرض هذا الوطن ومازلنا بنتخبط في تنظيم مسابقة ومازلنا متراجعين جدا جدا قياسا بالناس اللي حوالينا شوفوا أنتو النهاردة المدربين البرتغاليين اللي عاملين في الدور المصري جزفالدو فريرا المدير الفني للزمالك المباراة اللي فات اطلع في المؤتمن الصحفي يقولك ده كلام غير معقول بالمرة أنا مش مسد أننا بنلعب كرة لغاية دلوقتي واللعيبة عندها هذا الإجهاد الزمالك ما كان شعانة هذه المعاناة كمان اللي بيعانيها ريكاردو سوارش مواطنه المدير الفني للأهل اللي الراجل في كل مرة يضرب كف بكف ومش مسد بيقولك أنا مكنتش متخيل بالصعوبة أنا كنت جاي على وضع صعب آه بس ما تخيلتوش بهذا الشكل أن أنت عندك لعيبة من أغسطس 2020 لأغسطس 2022 ما ريحتش سنتين على التواصل باستمرار محدش ريح فبالتالي أنت متخيلين أن عمر السلية وحمد فاتحي تقريبا يوصلوا لعدد المباريات اللي لعبها محمد صلاح وسادي ومانيم مع الفربول مع كل الفوارق اللي بينا وبين ليفربول وأنديت الدور الإنجليزي من حيث الرعاية والعناية الصحية والغذائية حتى البناء البدني نفسه الأمر مختلف تماما فيكون عندنا هذا الإرهاق وهذا التخبط أن الناس بعد يومين ثلاثة بيحتفلوا في بداية الدور الجديد وإحنا ما شاء الله لسه الدور بتاعنا مستمر ولسه كمان موجود لنهاية أغسطس العالم بره فعلا بيستغرب عشان كده زي ما بقول لكم صناعة فيها هذا العدد من المشاهدة والمتابعة الجماهيرية وهذه الكتلة الشعبية الكبيرة جدا تلقى هذا الإهمال وهذا التخبط في التنظيم الإداري من قبل الانتحاد المصري ودي المشكلة دي المشكلة بجد لأنه الفترة اللي الكابتن حسن شحاتة تفوق فيها مع المنتخب وما شاء الله أخذنا ثلاثة كاس أمم 2006 2008 2010 كنا بنتكلم في 14 نادي في الدوري ثم زادوا في آخر مرة ل16 ال14 دول كانوا بيدوا فرصة لإدارة المسابقات في الاتحاد أنها تنهي الدوري تقريبا في 5 أو 6 فبتاخد شهر راحة أو شهرين وتبدأ لأن ديها تعمل فترات إعداد تصفر لعبتها في معسكرات برة تعمل الإسكواد الطبيعي لها تاخد فترتها الكافية في رعاية نشئيها وتصعيدهم كله بيشتغل في هدوء في التوقيتات والفترات الطبيعية جدا بين المواسم أول ما ردخنا لضغوطات إعلامية وجماهيرية كتير ولغنا الهبوط في سنة زيد عدد الأندية إلى 18 فبقت المسألة خلاص أنت مش ملاحق مش ملاحق أنت بتلعب نادي الأهل بلعب سنة دي 15 مباراة بفاصل 48 ساعة ريكاردوس ورش بيقولك أنا ما بدربش أوه تكونوا فاكريين أن أنا بدرب أنا ما بدربش أنا بطبطب أنا بطبطب على اللعيبة اللي طالعة مصابة يدوب بلحة أعمل استشفى عشان اللعيب يدخل للمباراة اللي بعدها كانت النتيجة هذا التساقط المستمر بين اللعيبة تحاد الكرة في الفترة الحالية جات له دعوات النهاردة مثلا الأرجنتين وإيطاليا وبلجيك التلات منتخبات العالمية الكبيرة عايزة تلعب مع منتخبنا الوطن الأرجنتين عايزة يلعب معنا مباراة في أبو ظبي قبل كسل عالم في قطر عشان يتعود على المناخ ويشوف المدرسة العربية تمتخيلين حالة لعبتنا بالشكل اللي فيه ينفع تلعب ضد الأرجنتين ينفع حتى لو الشركة اللي حتى تعاقد حتدفع فلوس بس هل ممكن نعرض منتخبنا وسمعة الكرة المصرية اللي مش نعصى لاختبار شق انه يلعبوا منتخب الأرجنتين في أبو ظبي وقدام الجالية المصرية والجماهير المصرية الكبيرة في أبو ظبي في بطولة او قبل بطولة كبيرة زي كده صعب جدا صعب جدا لانك انت انت هتبقى اللعيبة يا دوب مش هيكونوا مرايحين دا اذا فضل حد سليم على فكرة لان انت كل الغيابات المؤسرة في الآلي اصابات بمزقى على طول فيها شهرين ثلاثة فمحدش هيكون لحق ييجي لامتى هتفضل أوضاع الكرة المصرية اللي بتمتلك هذه الشعبية وهذه الكتلة الصلبة الضخمة من الشعبية والمتابعة تمتلك هذا الوضع الإداري الصعب نهاردة بقالهم كام يوم أستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندلي والحج عام الحسين وبقية السادة أعضاء اتحاد الكرة بيتحركوا بين الأقالين بيحاولوا يقنعوا أنديت الجمعية العمومية بتخفيض عدد أنديت القسم التاني وهو دا الحل على فكرة لانه فكرة ان انت عايز لأنديت الدورة الممتاز يفضل 18 نادي السبب في الاهتمام بالوجود في دايرة الكبار اسمها دور الأضواء أن هي دي المنطقة تقريباً الوحيدة اللي أي نادي عنده فرصة لاستثمار موارده أو أنه ياخد إرشيه من الرعاية أو من حقوق البس لأنه بعدها الدنيا ظلمة في القسم التاني محدش بيشوف حد لما تقال عليه المظالم والمجاهيل ما كتبوش فالحل اللي اتحاد شايفه أن أنا أوجد مسابقة في الممتاز به فيها شيء من حقوق الرعاية وحقوق البس اللي تعوض الأندية على التواجد في القسم الأول أو في الدورة الممتاز بمعنى أن أنا عندي المجموعات بتاعة القسم التاني فيهم 48 نادي دي قاعدة لا يمكن تنتج لمسابقة قوية حتى وأن كان بينها مجموعات لا يمكن فبالتالي عايزين نخفض نعمل الممتاز به 18 نادي 18 نادي بشرط أنه يكون لهم حق رعاية ويكون لهم عوائد من البس تتعمل المسابقة بين القنوات الفضائية الرغم أنها تشتري هذا الدوري الدوري ده لو 18 نادي وفيه لعيبة كويسة هيعوض الأندية على أنها تسعد للدورة الممتازة فأنت لما تقول للنادي في الدورة الممتازة أننا نخفض العدد الموسم اللي بعد الجيل 16 واللي بعد منه الـ 14 اللي نازل هيبقى فاهم أنه مش هيموت مش رايح للضياع لا رايح برضو موسابقة صحيح ممكن تكون عوائدها أقل شوية لكن موجودة وموجود في الضوء وموجود بلعبته ويقدر يستثمر موارده ويقدر ينجح ويقدر يسوأ لعيبة ويقدر يبيع حقوق بس ويقدر ياخد حقوق رعاية بحيث تبقى موسابقة موازية للدورة الممتازة شوية بشوية هتقوى لكن هيكون ده البديل عن زيادة عدد أنديت الدورة الممتازة أنت هتخرجه من هنا توديه لموسابقة آدمية شوية وانبطل بقى حكاية أصل الصعيد لازم أن يمثل أنا بقول لكم بيتحاكوا علينا إحنا كسعيدة يقول لك آه إحنا عاملين شرط أن الصعيد لازم أن يبقى ممثل فبالتالي لازم أن تبقى فيه مجموعة في الصعيد وتبص على مين اللي بيصعد من مجموعة الصعيد تلاقي باستمرار كل نادى عايزين يصعدوه من الخاهرة والجهزة يحطوه في مجموعة الصعيد وهو لا علاقة له أبدا بالصعيد يكون ده مثلا أسترن كامبني شوية شريعية للدخان هنا في مدان الجهزة يحطوه في مجموعة الصعيد عشان تصعد الجونة مثلا من البحر الأحمر ممكن ديها تكون لها منطقية شوية لكن المقصة عندها كتير قوي بيرامدز برضو صعد عند أندت الصعيد كان الأسيوتي وهكذا فحتى الالتزام بحتة الجغرافية بتاعت الصعيد اللي هي المفروض لما تدوها منحة للصعيدة تدوها علشان يخففوا ظروف السفر وتكاليف التنقل بين أندت الصعيد لكنها يعني مقولة حق يراد بها الباطل بيتم التحايل عليها ويتم مجملة أي نادي عايزيني ساهلوله فرصة الصعود البنك الأهل يصعد عن أندت الصعيد وما تفهمش إزاي برضو وهكذا فخلاص نلغي هذه الكوتة المسيئة والمستغلة ويبقى الدور الممتاز به 18 نادي زي وزي الممتاز ألف وتدريجيا يقل عدد أندت الدور الممتاز ده لو عايزين نعمل نظام نقدر نتحكم من خلاله في فترات موسم طبيعية تدي الحق للأندية أن تاخد فترات راحة وتعمل فترات إعداد واللعبة تاخد نفاسها شوية لكن بهذا الشكل أعتقد الجمعية العمومية هو اللي عليها الدور الناس بترفض لما تتكلم مع أي مسؤول في مجلس إدارة الاتحاد يقول لك أعمل إيه كل الأندية اللي بنلف عليهم سواء في الدلتة أو في الصعيد أو في القاهرة اللي نقعد معاهم ما بيرضوش هنا لازم أن يبقى فيه حوار مجتمعي أوسع شوية أوسع شوية وإن الناس تتطلع بدورها الناس تدرك أن الكرة محتاجة تنظيم وإن التعويل باستمرار على أن أنت لازم ترد الجمعية العمومية ده شي صح بس كمان أنت عندك مسؤولية لازم أن توعي الجمعية العمومية ولازم أن تعرض على الجمعية العمومية معطياتك صح ولازم أن تشرح الصورة من خلال وزارة الشباب والرياضة لأن هي الجهة المسؤولة برضو مش الاتحاد لوحده لأن الاتحاد ربما يكون إيده مغلولة شوية لأنه في النهاية بيتكلم على أرضية فيها حسابات الأصوات والتصويت والتربطات والجمعيات وهكذا لكن سلطة وزارة الشباب والرياضة ودورها في المسألة دي الدور مهم جدا أنتوا متخيلين أن لعبة فيها هذا العدد من المتابعين وهذا الشغف الجماهير الكبير ومقاومات الصناعة القوية جدا لكرة القدم يبقى الوضع بهذا الشكل ما أعتقدش أبدا ده يرضى أي حد لا تقدر وتقدر تعمل مسابقة ثالثة كمان يعني كابتن الجوار الله يرحمه كان تعب وهو مدير فن للاتحاد عرض عليهم ساعتها مسابقة 23 سنة مسابقة المنتخب اللومبي ليه أنت اللاعب بتحكم عليه بعد سن 21 سنة يتصعد للدرجة الأولى يروح لأي حتة فكان كابتن الجوار يقدم مشروع مسابقة العالم كله عاملها بالمناسبة بس ساعتها تكتله ضد كابتن الجوار وهقول لكوا ليه كانت الفكرة إن أنا ليه ما يبقاش عندي مسابقة تحت 23 سنة زي ما فيه 18 أو 16 أو 14 نادي في الدور الممتاز المفروض فيه دور الشباب دور الشباب بالنفس الأندية ولو لعبه في نفس اليوم قبل مباراة الدور الممتاز يبقى هايل لأنك أنت كده هتخلق قوة مضافة إلى الاهتمام الكروي كل نادي مش هيهتم بس بالـ 25 لعب اللي في قيمة الفريق الأول لا عنده 25 لعب أو أكتر في قيمة الشباب الخواجة أو المدرب المدير الفن بتاع الفريق الأول هيبقى باصص على المسابقة دي المسابقة دي هتتباع ويبقى لها حقوق بس وهتبقى لها عوائد فهتدخل دخل للأندية ما انت كده كده بتلعب دور الشباب بس بتلعبه تحت 20 سنة وبتلعبه مرة بطولة قطاعات الأندية بتاعت الدور الممتاز تلعب مع مراكز شباب وأندية صغيرة والمستوى التنفسي فيها لا بيخدم منتخب أولمبي ولا بيخدم حتى الفريق الأول لما تلاقي ريكاردو سوارش أو أي مدرب في الفريق الأول عايز وقت كتير على ما يدرب الناشئ اللي طالع اللي بقى عنده 20 و 21 سنة على لعب الدرجة الأولى لعبه لسه لعب ناشئين فأنت لو عندك مسابقة موازية للدور الممتاز تحت 23 سنة رقم واحدة المدرب بتاع المنتخب اللي اليوم بيحييشتغل وهو حطط رجل على رجل لأنه عنده قاعدة كبيرة جدا الأندية هتاخد نفاسها شوية في أسعار اللعبين ليه لأن أنت بتضطر مثلا بعد سن 21 سنة تستغنى عن لعبه آه بتقير شوية منهم بس الباقي بينتقل ودي على فكرة هتخلي باستمرار الأندية عندها قاعدة بديلة النادي عنده 25 لعب في الدرجة الأولى بس عنده 25 لعب ستوكه في مرحلة الشباب مرحلة 23 سنة فعنده 50 لعب مؤهلين للمنتخب الأول يعني الخواجة دي فيتوريا روي فيتوريا بتاع المنتخب الأول لما يجي يبص هيبص على 50 لعب في كل نادي لأنه يقدر ياخد لعب عنده 22 سنة أو 23 أو 21 فالقاعدة هتبقى سرية جدا احنا مشكلتنا في الفقر بتاع القاعدة قاعدة الدوري أو قاعدة الفريل الأول محدودة لو انت وسعتها بحيث انك رقم واحد عندك في الدوري الممتاز لو 18 ثم 16 ثم 14 زي ما فيه في الفريل الأول فيه في الفريل الأولمبي لما تيجي تعمل الممتاز به زي ما فيه في الفريل الأول فيه في الفريل الأولمبي شفوا عدد اللعيبة اللي مرة واحدة هتشملهم قاعدة الرعاية على المستوى الأندية في الدوري الممتاز ألف وبه قد إيه شفوا هنخدم المنتخب قد إيه وحتمشي في نفس الملاعب وترجع الجماهير على الأقل المشجع لما تقوله هتروح تتفرج على مباراة للأهل مع المقاولين قبلها تتفرج على الأهل والمقاولين تحت 23 سنة أصبح اللعب بيتعود يلعب قدام جماهير أصبح اللعبة بتاعة القسم أو بتاعة المسابقة الصغيرة بتاعة 23 بتلعب في ملاعب قويسة أصبح الإعلام بيشوفها أصبحت القنوات بتنقلها أصبح فيه خط موازن للفريل الأول مش لسه هتستنى تسمع على زياد طارق بعد ما بلغ سن قد إيه عشان تبدأ تشوفه أو أحمد عبدالقادر لا إنت لو إنت عندك مسابقة زي كده اللعب بيلعب فيها قدام الناس وقدام الأجهزة الفنية من هو عنده 21 سنة لغاية 23 سنة أصبح فيه فريق قوي هي دي القاعدة يا جماعة هو ده اللي يقدر فعلا يسر الكرة المصرية ويقدم ما يليق بلعبة لها هذه القاعدة من الشعبية لأنك إنت أقول لكم ببساطة جديدة جدا دراسة العين دي معناها إيه معناها أنه النادي الآلي بـ 40 مليون الزمالك 14 مليون يعني بنتكلم في 54 وتلاتة البرامد 57 و 51 ونص 58 ونص المصر ومليون يعني فيه 60 مليون أو أكتر آه 61 مليون متابع لكرة القدم المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي تخيلوا 61 مليون فيهم 40 مليون للنادي الآلي بس صناعة كرة قدم فيها هذه القاعدة الصلبة من الشعبية والمتابعة لا تحتاج مننا من كل الجهات اهتمام كبير جدا ومن اتحاد الكرة للتنظيم أكتر من كده بكتير قوي ومن وزارة الشباب والرياضة أن يكون لها دور فيه توعيد وإقناع الأندية برؤية إصلاحية شوية أقدر أعمل ورش وأقدر أستقر على نظام وأقدر أشوف الخبراء بتاع الكرة بشكله والدكتور أشرف صبحي رجل في الأصل والساس تربية رياضية يعني ما اعتقدش أبدا كواحد من أسازة الإدارة الرياضية رضيه الوضع المهترق بتاع التحاد الكرة ومسابقات الكرة المصرية على الإطلاق ده كلام أبدا ما يقنعش أي حد أنه فيه ناس بتلعب للسنة الثالثة بدون راحة والعالم خاد راحة واللعبة صيفت واللعبة عاشت حياتها لمدة 40 يوم أجازة ورجعوا عملوا فترة إعداد ورجعوا يبدأوا الدوري الجديد بيلعبوا المتشاط والدية والأسبوع الجاي يبدأ الدوري البريمير ليد في إنجلترا وإحنا لسه بنتكلم في أسبوع الفضل والبوائي بتاع الموسم اللي فات وحنفضل على دي الحالة لنهاية أغسطس وعلى فكرة تخلص نهاية أغسطس والبطولة الأفريقية الجديدة تبدأ سبعة تسعة انتم متخيلين أن اللعبة اللي فريرة وريكاردو سوارش بيشتكوا من إجهادهم الشديد في دور الأبطال أو في الكنفدرالية الأربع الأندية المصرية يبدأوا السيزن الجديد في أول أسبوع من تسعة بعد ست أيام أو سبع تيام فقط من نهاية الدورة الممتاز هل ده وضع يليق بصناعة كرة القدم اللي فيها هذا العدد من المتابعة ما اعتقدش أبدا المسابعة على فكرة برغم وصولها لهذا الوضع من الإجهاد لكن المنافسة ارتفعت جدا قلتلكوا المسألة مش بس بين الأندية الدورة الممتاز النهاردة طلع الجيش حقفوز صعب ومهم على فرقه واحد صفر لكن كمان طلع الجيش بقى ضاغط لأنه بقى في المركز الخامس بواحد واربعين نقطة ضاغط على فيوتشار زي ما فرقوا أيضا في منطقة الأمان شوية لكن الإسماعيلي الفوز الكبير اللي حققوا ادالوا أنبوبو تكسوجين كبيرة الدرويش كانوا في معاناة حقيقية وكانت ظهرت نغمة أصل الإسماعيلي ما ينفعش ينزل الإسماعيلي آه ما ينفعش ينزل بس ما ينفعش ينزل بإصلاح حال الكورة مش بالاستثناء لما حصل قبل كده ده قالك الاتحاد ما ينفعش ينزل كانت النتيجة أنه زودنا العدد لـ 18 يا سيدي ما تدلوش سمكة علموا يصطاد ادلوه سنارة لأنه الإسماعيلي مش ما ينفعش ينزل الإسماعيلي ما ينفعش بابعيد عن دائرة المنافسة على البطولة الاتحاد ما ينفعش يبقى بعيد عن دائرة المنافسة على البطولة انطلاقا من تاريخ كل نادي منهم وانطلاقا من القاعدة الشعبية اللي بيعبر عنها وما يمتلكه من لعيبة ومن تاريخ لكن آه محتاج شغل إسماعيلي محتاج شغل كتير على المستوى الإداري والتسويقي الاتحاد محتاج كتير لأنه أنا قلتلكم دي أندية شعبية كبيرة قوي لازم يحصل فيها تطوير إداري ولازم أن تدخل إليها موارد تانية ولازم أن يبقى عندها قاعدة من العناصر الموهوبة والاهتمام بيهم مش بالكلام ولا حتى بالتباكي على التاريخ اللي كان أتمنى أنه الدوري هو بيقدم هذه الصورة من الحالة التنفسية الشديدة أن ده يكون إن شاء الله موجود بشكل جيد في الفترة اللي جاية أيضا تحاد الكرة كمان معني في الفترة دي بتطوير التحكيم بتطوير منظومة التحكيم ودي مسألة كمان في منتهى الأهمية لأنه أنتم متخيلين أنه لما يبدأ يجيب مثلاً واحد زي تلاتنبرج خبير إنجليزي فيحصل احتجاج هو أنت إيه لنمك عن المر ما الأمر منه اتحاد الكرة ما عندهش دولارات كتيرة ولا يروهات كتيرة عشان يصرفها لكن فعلاً شايف مستوى التحكيم مضايع المسابقة كل أسبوع ما فيش مباراة بتعدي من غير ملاجئ ربطة الأندية توصلها احتجاجات واعتراضات وشكاة ومشاكل على التحكيم ومحدش مهتم بتطويرهم محدش مهتم والشكاة ومتكررة علشان المعايير مختلفة في الزواجية واضحة جداً في معايير التحكيم مش بنتكلم بس على تراجع مستوى كفاءة العنصر البشري لا مستوى التأهيل بتاعه فيه مشاكل الضغوط اللي بتمرس عليه فيه مشاكل طريقة إدارته فيه مشاكل وانا قلتلكم وقت ما كنا بنتكلم على اللي الكابتن عصام عفتاح رئيس اللجنة بيقوله هو عايز يدفع عن نفسه فيطلع نظرية الاحتواء أو يقولك روح الفار في الحالات دي تقول لها أنت عمال تقدم للناس ثقافة في الحكام وبتخترع نظريات لما بعدت على كرة الآلي والبنك الآلي الجنة اللي تلغى كان الآله مين الكرة اللي تلغى بتاع ترامي ربيعة ما هو أنت لما تلغت وبعدت تسأل في الخبراء اللي التحكيم في الفيفا قالك لا الفور ما كانش يدخل هو ماله قرار الاستئناف بتاع الحكم والحكم حسب لكن احنا متخيلين حتى حكامنا انت عمل لهم تشويش ذهني انت بتصدر لهم أفكار وقنعات تانية خلص في قراراتهم فبتأثر عليهم فبتلاقي كل واحد فيهم بيحسب على مزاجه مفيش مصطرة واحدة مفيش معايير سابتة كان الآله والبنك الأهل الكرة ترامي ربيعة ولما تكررت في مطش الآله والزبالك محدش برضو اعترض محدش الكلم هي دي ازواجية المعايير اللي أنا بقول لحضراتكم قد ايه موسيقى جدا جدا وخلت الاتحاد يبدأ يبحث بجدية على ضروري التعديل هذا الجانب في التحكيم قلتلكم من شوية على لعيبة لعيبة النادي الآلي وعدد مشاركاتهم وازاي وصلوا للأرقام اللي لعيبها محمد صلاح ووسادي ومانيه تعرفوا انه محمد صلاح لعب في الموسم المنقضي لانه ما ينفعش تقول لهم الموسم الحالي والموسم بالنسبة لنا الحالي لكن بالنسبة له هو الموسم الماضي لعب فيه صلاح 66 مباراة ووسادي ومانيه قبل ما ينتقل الى البايرن كان لعب 60 مباراة احنا متخيلين انه السلية لعب 63 مباراة 63 مباراة بالضبط عمر السلية وشي الناوي 60 مباراة وشي محمد شريف 60 مباراة وحمد فتح 60 مباراة وقفش 57 مباراة هل ده معقول هل ده انك تتساوى بين سلية والشريف وفتحي مع محمد صلاح وسادي ومانيه مع كل الفوارق بقى الغذائية والصحية والتدريبية والمعيشية والثقافية وحاجات كتيرة جدا والطبية بيننا وبينهم لكن تلعب انت 15 مباراة بفارق زمن 48 ساعة ونادي الزمالك لعب سبع مباريات يعني انت ضعف نادي الزمالك حتى فكرة التكافؤ الفرص بين المتنافسين مش موجودة هل ده معقول هل ده نظام كرة ينم صناعة بيتصدرها الاهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه عنده 40 مليون و325 ألف متابع امر صعب الحقيقة جدا طيب الاهلي قلتلكوا مبارياته علشان تبقى الصورة واضحة جدا الاهلي يوم السبت ان شاء الله عنده مباراة الماولين دي مؤجلة يوم 30 يوليو 2 اغسطس مع فارق 6 اغسطس مع الاتحاد 10 اغسطس مع المصري 17 اغسطس مع ايسترن الكمبني 20 اغسطس مباراة مؤجلة مع الاسماعيلي 23 مع امبي 26 اغسطس مع الجيش 29 مع سيراميك الزمالك انتهت مباراته دلوقتي مع فيوتشر 1-0 عنده مع بيرامدز يوم 1 اغسطس الجونة 5 اغسطس المقصة 8 اغسطس فارق 19 اغسطس الاتحاد 23 اغسطس والمصري 26 اغسطس وايسترن الكمبني مع الزمالك 29 اغسطس بيرامدز اللي هيلاعب الزمالك مباراة مهمة جدا في دائرة المنافسة هتبقى يوم 1 اغسطس يوم لتنين بعدها هيلعب بيرامدز مع المقاولين يوم 6 ومع غز المحلة يوم 9 ومع اسموحة يوم 19 ومع فيوتشر يوم 23 اغسطس بيرامدز يلعب مع سيراميكا كمان 26 ومع الجونا 29 اغسطس ده جدوى المباريات الاهلي ومباريات الزمالك ومباريات فيوتشر في هذا الدوري اللي دخل او بيرامدز في هذا الدوري اللي دخل في السنة التانية على التوالي ربما كانت السنة التانية الهجرية كمان كل سنة وانتو طيبين السبت رأس سنة الهجرية ربنا يعيدها عليكم على الشعب المصري وعلى مصرنا الغالية بكل خير ان شاء الله نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف الكتير من المشاكل والقضايا الرياضية مع النقاد الرياضيين الكبار الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صدري بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي عنده هذه القدرة على النقد الزاتي معانا الاثنين من النقاد الرياضيين الكبار والأستاذ عصام شلتوت والأستاذ محمود صدري وفي مناسبة النقد الزاتي يمكن يحضرني مقال اليوم للصديق العزيز والكاتب الصحفي الأستاذ عماد الدين حسين في جريدة الشروق أيضا تحدث عن فكرة النقد الزاتي الأهلاوي وعماد حسين رجل زمال كاوي لكنه استوقفه ولفت نظره جدا فكرة النقد الزاتي الأهلاوي بعد الفترة اللي فاتت وقال إن أنا دي جديدة إن أنا شايف كتير من الأصدقاء الأهلاوية معترفين ببعض الأخطاء ومفيش مكابرة هنا فكرة النقد الزاتي يا جماعة أنا عشان أكون أريب معاكم من الفكرة أهل عماد أظن أن هذا السلوك من جانب مشجع الأهل التصرف سليم ومبشر لأنه يركز على نقد الزات ومحاولة علاج الأخطاء الزاتية بدلا من الاستسهال المعروف مصريا وبقوة ويتمثل في إلقاء المسؤولية على أي شخص أو جهة أو ظرف بدلا من محاولة علاج جزور المشكلة وأظن أيضا وهذا هو هدفي من كتابة هذا المقال أن نتعلم من هذا الدرس ونطبقه في مجالات كثيرة وليس فقط فيما يتعلق بإخفاق فري في كرة القدم في مباراة أو حتى في بطولة بأكمالها عصام عماد حسيني يتحدث على النقد الزات الأهلاوي طبعا لأنه دي مش زواهر طبعية لأنه المتعرف عليه أن أنت بالداري فلازم طبعا تبقى مفاجأة وانت عارف صديقنا للعزيز يعني اليدود الحاجات دي بتستوقفه أكم كان يقضي يا ولادي على حاجات من نوع ده من بينها ومات طبعا بدام حضرة سيرته يعني كصديق عزيز يقول لك ده أنتو بيبقى عندكم أي حاجة لازم تتحل عشان تتعرف يعني تتحل أولا ثم يبدأ إيه زي قصة الحدث يعني لكن ما فيش الحدث نفسه وبالتالي هو مستبشر بدأ وده يمكن إحنا ده جزء من شرحنا لجموعنا إن إحنا بنقول للناس يا جماعة أي حد عنده الدرجة الأهلوية دي ناقدا كان أو إداريا لابد إنه هو هو اللي فاتح العدسة بس مش لازم نطلع نهلل ده غيرنا يا جماعة ما بيقولش تلت التلاتة كام بل يخرج دائما كل ما لديه في صورة أن الأهل وحش واحد ما يلعبش مش عارب فيني بل الأهل وحش تطلع له خطاب إنه الأهلي ما هاخطاب إنه يلعب في القاهرة بس احتراما إنه رأيب في الأمن يقول لك بسور راشد إسماعيلي كلمنا رؤساء النادي قالوا يا جماعة الأمن بيقول ليس وقته الآن طب إيه؟ وهكذا يعني أنا بس دي اللي حضرتني سريعا يعني واحد الظلم في بطولة أفريقية يقول لك عاصل البلد دي أهلوية الصومال مثلا لا لكن في النادي الأهلي أنت الشيء مباح طالما بحثا عن حلول يا جماعة المصلحة المصلحة العامة برضو في جزئة النقد الزاتي يا محمود فكرة إنك أنت فيه فرق إن أنا بنقد ذاتي واعترف بأخطائي وفيه فرق بين إن أنا ألاقي البعض بيحاول يهول في المسألة ويدفع الجماهير بمعلومات خطأ حتى إنه إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم على حسين الشحات بتتعمل له جراحة في غضروف الرجبة في قطع حيسين أول ما خرج من الثمنتاشر مصاب بغضروف للرجبة يستدعي الجراحة كانت هذه الأصوات إنه الرجل المدرب الجديد مش معترف بيه وأوصى بالاستغناء عنه هو ده جديد يعني هو انت شاهده جديد بظبط لا يعني شوف ده حسين في المستشف ده اللي قالك استبعده عشان فني أنا بكلمك هو فيه فرق إنه أنه يبعد نقد ذات يأمين أنت دلوقتي تقيس الفترة اللي انت فيها على الفترة اللي قبل كده مستحيل لو كتبت خبر أه أرد الفرق بمعمل إيه تيه اللي بديني لا فيه كبير قالوا إيه المكتوب ده هالدليل ما يثبت من أنت كتبه النقد الذاتي ده مش جديد على أهلي هنقدر نقول لك التاريخ من النقد الذاتي واللي كتب واللي اتعمل في المواقف وكت ناس تقول لك الله إيه ده حتى لا يعني ده المقولة التاريخية للكابتن صالح لما ما عجبهوش أداء الفرقة في التسعينات قالوا من أنت عور في وسط عمر أنتم بتكسابوا لأن أنت عور يعني بمعناها أن أنت أقل كفاءة من الآخرين لكن ما انتشى الأفضل لازم يا إبراهيم تبقى يعني وأنت يعني نجم كبير في المهنة لازم تبقى عارفوا أنه ده قدر الأهلي وأنت دلوقتي العملية دخل في هي تحولة صحافة المواطن بقت هي المسيطرة على كل حالة كل واحد دلوقتي معا موبايلات بيكتب دون حساب وعلى فكرة يعني في شيء عملي يعني أنا أصبت بحالة ألقب يا إبراهيم جدا لما اتشاع موضوع من تخب الشباب إنه أمير رحنك ودخل وقلصوا مضفلا وقصة رسمت واتكتب السيناريو بتاعها وتلقى ناس كبيرة وربية تقولوا عمنا نفسها مشايخ والله حاجة غريبة يعني لعيب كبير وعمل نفسه يعني ويقول لك وإزاي دخلوا وجبناهم وطلع وعمل يقول كلام طبعا كل ده بايه بيرضي غروره هو أمير في السحر الشماء هو أمير يعني هل هيسمح هل هيسمح المدير الفني أقول معاه إنه إخد ويروح تتعقد معا مين مع أصلا الموودين أصلا مرتبطين مع عهندية تتحدث مستنى ما ييجي لكن لو كان لأ أنا الناس اللي الكلام عليهم ويطلع اللاعب اللي التقال عليه متاحات جدة إنه سابل إنه هو أصلا بره المنتخب وراح يحضر فرحه على أخت تكريب أخته تخرج أخته ونحن عانزوا إليه يعني الناس دي يا جماعة هي أولى ناس أنها تتحسب وبأمانة شديدة بنت بتكلم عن راح يأمل جراحة مع أبراهيد أنا أنا بكلمك ما هو عشان خاطر محمد شاوب أنا بكلمك بحاجة يا عصام أنا بورك في منطقة خطورة وبعدين يطلع يتكلم ويقول لك وتوضى الله أكبر ويكلمني على أبش عارب يا أخي حرام عليك حيب شأنه مع ربنا شأنه مع ربنا ماشي لكن شأنه مع ربنا ما ينفعش أنك أنت تخدع الناس وتقول حاجات مش حقيقة ما حصلتش أنت عاوزت بقى عندك مرض داخلي ضد الأهلي عاوز بكل ما تلعف فرصة تبدأ تتكلم ويأخي خلاص انتعتك حكاية ربنا كرمك يا عم وبتعد مجلسة دارة خلاص روحت فين خلاص ربنا كرمك يعني إيه الهدف خلاص اطع من الديرة دي فما تستغربش أنه اطلع يتقال على موضوع حسين الشحاد ده حسين الشحاد ده تقالت كلمة كده لكن ده أنا أوريك على إيه على تلفيق الحقائق وقلبها واللعب على وطر جمهور مش مدرق خطورة الأمر ده قصة عارفت ده نزج القصص ده خل بالك ده هي ده الفتنة وده النعشاد ده من القتل النموذج على فكرة مدرسة متميزة نموذج النادي الأهلي لابد تخلي بالك من ده النموذج ده غير مطلوب استمراره وبالمناسبة من الفشلة ولا دولة ولا الكلام ده من الفشلة دولة هي لقت الدولة بالموضوع يا عصا من أعكس الناس اللي انفشلة وعلى فكرة والفاضل عارف انت عزالك الحاجة لكن هم ده عشان هم وقت الحساب قاتن يعني انت مع أعضاءك مش لقيين وفرقتك مديونة وبيتوقف لك مش عارف ايه وبتعملك ايه طب انت بقى إلا عاجبك ان الأحمر ده لا لا خير بالله الموضوع اللي زي دي لازم تؤخذ على محمل الجد وتؤخذ بقوة كمان ما تعدهاش وتسيبها ليه لانه انت زي اللي عمل خطاب زور خطاب بتاع التراجي وزور خطاب التحكيم وزور خطاب مش عارف ايه يعمل لك مصيبة وعمل في الهلال السوداني كارسة وكان عاوز يعمل لك كارسة مع الوداد وكان عاوز يعمل لك كارسة مع الرجاء وبعدين يقول لك ايه التعصب يطل برأسه من مين يا فنم ما هو فنم واضح قدامك هو يا فنم ما درش يكسبني في الملعب ومعرفش يعمل بطولات عاوز يعملها معركة في الخارج عمل اه نجح اه نجح عمل غال اه الصدور في اغل اه هي دي دي الروح الرياضية هو بس اهم حاجة انه طلع لسانه في الثهة عشان ورين انه هو مسقف هل ده لا اسألك سؤال بأمانة شديدة حد يطلع يقول لي حد من نجوم الاهل القدامى طلع يتكلم بصورة سيئة او انتقد او قال انا مش عارف اي او لاش ما تلقاش الكلام ده انت بتلومني عن انا مؤدب ومحترم بتلومني على ان انا ساكت مش عاوز اشوفك يعني انت وصل بك المرحلة انا كنت توقف للمرحلة دي يعني هده خدت بطولة مبروك عليك يعني ما حدش قالك لا مبروك عليك بس افرح واستمتع بالبطولة انت خدت ما لكش دعوي يعني ما ينفعش يباني هدفك في كل حكاية يعني ايه وفرقة يا عم انت مالك ده ما عندهمش لعيبة يا عم انت مالك خلاص احنا راضين بالوضع عيش انت عيش انت خلاص خد انت البطولات وكسر انت خايف علينا ليه انا ساعات بقى عايز ارد انت خايف علينا ليه اه انت عاكس لنبوزك ليه او عبروز تبقى سعيد انت والله يا عم انا وحشين يا عم انت زعلان في حاجة انا وحش في حاجة غريبة يعني انا ده مش ادرى فهمها بردو اه شعب الاهلي هل يرديكم يا عم في ايه انا مش ادرى فهمها خالص احمود ما نضيب ما خالب انا عاوز اتجرك لمنطقتي انت مش راضي انا خلاص اعمل نفسك بساعة فبضطر ان الاطخط عليك انا مجايب لك مين الخطورة في حاجة يا عصاب ان انا ايه مجايب كبان دلوقتي بدخل من ينتبون اليك اللي هما بينتموا اليك دخلوا طرف بقى واحد لبس فانيلا والتاني بيستعبل بيسمع وبدأ يقولك انا ايه لعلاقتي بالموضوع يا جماعة لا عمر الاهل ما كان كده وعاوز اقولكم حاجة تعتقدوا ان الجمهور لا ينسي الكلام ده لا ده جمهور زاكرته حفظين وتلقى ناس تكلمك وتوقفك في الشارع وتنزلك وتطلعك وتقولك ايه اللي بيحصل انا عاوز اقول ان الجمهور زاكرته من زمن تفاهم من زاكرت سامك لا ده حافظ ومدركوا سليمة مياه ومش هينسى هبوط المستوى والتراجع ادى الفرصة ايوه ادى الفرصة للبعض للخروج ان ينال منك انت انت محتاج المشهد ده كدام لازم يتصور ويتحفظ يعني عارف انت ايه باجي اعمل فائل انا في الفترة من كذا كذا عم اعصاب انا انا بكلمك او عم اعصاب عمل ايه واحد اتنين تلاتة اربعة مش شكيني عم اعصاب انا مستخدر ده مش اقعيش كتير عشان كده الهجمة متسرعة لا جدا لا رهيبة اصل المسم الى زوال هي ايام والمسم الى زوال بيمروا يا عم ومروا مش بيمروا وحلو وبالتالي الصورة هتصلح فكله عايز يلقى قبل ما الصورة تصلح الاصلاح ما اسهله الصفقات وانا يمكن استشدت بابراهيم من كم يوم كلا وانت ابراهيم اقرب شوية والراجل قال لا في صفقات طبعا خلاص خلص في تدعمات على مستوى الفريق في تدعمات اللاعبة دي هتأجز الناس اللي ثقاتنا فيها مش هتفقد ابدا هيقفوا تاني على رجلوه بقى عندك تيم اول ما المكنت المكسب والاداء قبل المكسب تدور كل الحاجات دي اكنك مش سامح حاجة اكنه يعني هوا مجرد هوا وانت في عربيتك قفل الإزاز عشان كده الموجة متصارعة جدا امحمود جدا على الجمهور بقى انه يستوأبها عارف لغاية بس ملموسم ده ينتهي ده خط النهاية لانه سدق نديك وإدارك انت عندك عطل السسناي في مكينة البطولة هو ده خلاص خلاص اطلع الفرصة ايه ان انا اقول لك عيوب الصناعة عندك اقول لك العيوب عندك دلوقتي وعمل اللي انا عايز السؤال ما تشغل نفسك بنفسك السؤال ليه شغل نفسك ليه شغل نفسك بالبطل يعني انت هل هو الهدف ان انا عاوز انهل منك فين عالمنصات دي لكن في الملعب ماشي لما كسبت محدش قال لك حاجة قال لك كسبت وهو نقض نفسه نقض ذاتي قال لك انو كنت وحش وكذا بطلع يتكلم عليك انتقدك قال فيك حاجة ليه انت شغل نفسك بيه يعني عاوز اقول لك عن حاجة انت المتضرر ليه ما لك ما تخليك في حالك يعني عاوز اقول لك ايه يا جماعة مش تقول رياضة وروح رياضية خلاص انت تكذب انت طالع تقلب وتجيب حواديت وقصص عشان ترضي انا بكلمك هو عشان ترضي ايه لان المكان هتدور انت فقط منتظر يعني انت عطلان وانت رايح على البلد عطلان يادوبك البطارية تيجي المكان هتدور فهو عايز بسرعة يولع في العربية دي وده صعب لانه مش هينفع مش هينفع دي حاجة محصنة كبيرة تقيلة لا ينفع تجيب لها قطرة تشدها ولا تقدر تولع فيها كل الحكاية بس انك انت عملت زاه بعض الناس يا عين الاهلوية اللي مش معتدين ان ده يحصل بس حواليهم الدوشة دي لكن يعني هو مجلس الادارة هيرجع البلد اللي هو جاي منها ماهو شغال ده حتى دي امارة ما بقلوش اللسانة طب هل معقول الاحوال الفنية هو في حاجة الاحوال الفنية الدليل على اللي انت بتقوله وبنأكده ونظريت انك انت بيتحطي لك مليون فخ مش هقول مؤامرة انه كله متسارع يا اخي طب خليكو اسكية طب هتعملوا ايه بعد اول تسعة اجل واحدة ولا اثنين يعني اجلوا هتعمل ايه بعد اول تسعة لان الجزء هو فني مفيش اي عاجة تانية هتقدر تتكلم فيها وفني نتيجة الظروف تانية لو في حد يتنقش بموضوعية هيشوفها يعني انت مفيش حد بيلعب عدد المباريات دي كلها بهذا الشكل نفس اللعيبة دي اللي انت بتشاكك في قدراتها هي اللي عملت اللي فده كله اه طبعا لا وهو يتغاز لما يطلع الكابتن مثلا يتكلم فيقول ايه انا احنا قلنا اللعيبة لا كده مش الاهلي انت بتقول اللعيبة كده ليه يا عمو يقولهم اللي هو عايز يقوله انت زعلان ليه طب ما نشوف بقى ريكاردو سوارش بعد المباراة الاخيرة للآلي مع سوق الاداء امام المقصة ولكن اداء تجاري شأن الاخرين حقا لا للفوز ريكاردو سوارش قال ايه ونشوف محمود وعصام رأيهم كان مهم جدا بالنسبة لنا نحنا نفوز المباراة مع قليلا باقبائز سعر لنباستانتائي دوة حرارات طبعا لان الوقت 72 ساعة بس من مباراة مباراة اتنجي مزو条ش ودرنا الحمد للله ان احنا نوصل الى هدافتا من المباراة وأكيد أننا كنا ممكن أن نعدي بشكل أفضل كانت فرص قدامنا أن ندرنا نسجل منها الهدف الثاني وانا أرى الفريق بتاعي حسب الحالة اللي هو فيها دلوقتي بحاول أطلع منه أفضل شيء أكيد في أحداث كثيرة وانتوا أكيد على علم بيها أكيد تعرف كل الظروف زي ما نعرف كمية المباراة تعتبر عالية لعبين مهمين ومصابين فما لوش لازم أن أعود هنا وأعيد نفس الكلام ناوتي الأسبوع لفاته أهم حاجة بالنسبة لنا أن نعطي الفوز لكي ماهرنا لأن هما جايين هنا وبيدعموا الفريق مع كل الظروف اللي احنا فيها وإحنا الهدف بتاعنا نحن نفوز بمباراة المباراة لأن حجم الأهل إن هو فريق يفوز أنا هقول ده مش هقدر أقول ده كل مباراة هو رجل أثبت مش بس أنه الخواجة الحقيقة دايما يعني أجدع من البناء آدم ما بيجذبش قال الحالة الأحداث اللي قصدها اللي حصل يعني للفريق من بطولات متلاحقة كم المباراة وبالتالي مش بكاش كان لنا صدقنا كده مجيل الأكبر منه بلعب معنا كورة الله رحمه يعني كان يقول لك إيه بكاش الرجل ده لو بكاش كان ألسا أقا كان أقا الشاي خفيف فعلا الرجل ده بيحب الشاي تقيل ليه لأنه قال الحكاية لابد إن إحنا نسند الفريق ده ده ما أقصده أعتقد فنيا لغاية لما نعبر الحكاية عندي لعابين مهمين يقصد الدوليين والغيابات أي حد بقى جماعة يقول لكم إن المدير الفني هو قاعد كده ليه مش يقوم يشخد فيهم لا دي مش فرية ألعاب ده لازم يحميهم ده كابتن جوهر الله رحمه كان بيرمي السجاير وعارفين عاتها أفرج الله رحمه الرجل الجميل كان مثلا مع السمع عمد صبحي وبعد أول ما يبصروا يلا الله حسومي لأنه دي عسكره وهو عارف ماله لو هم متخزلين لو هم كذا طب أقول لك لو هم متخزلين وما فيش وقت يغير غيره ما يعمل إيه إبراهيم كان ليه أصدقاء وفرق أهلك كلنا نلعب الشوت التاني يعني يا جماعة والله ما تاخدوا الكلام ده بجد الأهلي سيعبر هذا النفق ولا مظلم ولا حاجة بس هي الدنيا فيها عجلة مهوية شوية فمش قادر يعني يدوس على إيه على العربية لكن هيطلع منها التانية دلم جنن الذين لا يحبوا فكرة الأهلي اللي هي الدوري السنادي كم البطولات بعيد أهوه يا جماعة أكتر حاجة تكهرى بأي حد كنا بنقولها لك قد أسام عرابي ربي يقدره صحة زمان لما المناوشات حتى مع زميلنا يا عم ده أنتو خدتوا الدوري قد أسام عرابي يعني فبالتالي مش ده الموضوع الموضوع أن هذا النموذج الأحمر جيل ورا جيل لا بيجي واحد يشتم في التاني ولا بيجي واحد ما يحدث أقول سيه عشان محمود ما يقولش يا كلنا مسقفين أهو أخر حلاوة وبالتالي لا يعني كل المطلوب تفضل على السلوجن جمهوره ده حمال إعزل دعم وحاسب كل حد اختلف معك في الرأي كأهلاوي بس بعد على الأقل انتهاء الموسم ده بكل ما فيه يعني مسألة الثقة أصله عكسها أن أنت هتواجه الإدارة وهتقول لا لا أنت ما عملتيش وجماية عمومية هتركوا وأنا والراجل ده والموانس عدلي يرجع إن شاء الله بالسلامة كنا في الانتخابات الأولى للكافت خطيب في برنامج عائلة الآلي خلينا الناس برا تقول للأعضاء إحنا شركائكم في الاختيار فأصلا الآلي صاحبه هو جمهوره الآلي المعاصر اللي عشناه إحنا الثلاثة من أول الكافت صادح كده وطبعا التاريخ العظيم اللي عايش عليه إن المالك الحقيقي هو الجمهور مين يقدر ما يسعدكش مش يرضيك لا يسعدك لأنه الشغل والإدارة هي بتفوض بيها بس ثم تحاسب فأنا أصلا الحقيقة مش هروح ناحية المبررات لأن ده المطلوب الحقيقة من صحفي أهلاوي أو فني أهلاوي أو مجلس أهلاوي المطلوب إن يجبكك في مبررات 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 ده يصعب إنما فيه ثقة متبادلة إذا فقدها دايرة النادي الأهلي عائلته كلها جمهور جمهية مجلس هو ده اللي عايز الناس الأهلي تروح له اللي استوقفك في كلام مستر ريكاردو استخفني إنه بصراحة أنا متعاطف معه يعني جايب في الظرف كله طبعا أدل أبدله كان مفروض كابتن ساميوم صاني يكمل كان هو يجي يتابع ويفرق ويبدأ من أول الموسم وكل واحد بيقيه بيقوله وجهة النظر اللي هو شايفه ولو جيه في بداية الموسم وحصل لأ لو جيه في بداية الموسم ومثلا يعني حصل النتائج ما كانش طب ليه تأخر كانوا جموه وبعد من الرجل مشي كان بدأ من الأول شاف وتفرج جوح وحمره أيوه أيوه يعني من الأول يعني العربية ولا يعني لا بأمانة طبعا اللعبة مش مساعدة وهو عشان تقول إنه هو يحط حاجة أو يحط لمسة هي الناس عن نفسها تقول إنه يعني وقعت إيدينا على حاجة هي المرة الوحيدة في ثمانة أيام اللعبة حافظت بس يوم برضو إيه اللعبة حافريت برضو عشان يورروا له كانت أول مرة ماتش في يوتشر اشوقت الحاجات اللي حافظوها وعشان كده الرجل قال لأنا على فكرة ما بأدربش أيوه هذا هو صريح في الموضوع ده وعاوز أقول لك طبعا هو كل مبارا يقولك مش هيقول الكلام ده يعني هو خلاص مالك مش كل مرة هقعد أقول لكم نفس الزوح نفس الكلام نفس الكلام أنا بحاول إن أنا أحافظ على الوضع اللي أنا فيه إن أنا كل مبارا أخذ الثلاث نقاط وعدي ليلة أنا عشان أخذ الثلاث نقاط ده أمر مسهل برضو فيه جهد وفيه ضغط كمان عندك كمان مباريات المنافسين كمان خاصة اللي بيصرع لهبوط طبعا مشكلة حتى المقصة بالمناسبة حتى إذا كان كله لكن بيلعب لا بيلعب لا 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 بيعا 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 عاوز أتوري نفسها تروح على لي تانية وده أمر طبيعي جدا يا جماعة برضو بيلعب قدام الأهلي حتى لو كان الغيابات دي كلها فبرضو في الأول في الأساس اسمه النادي الأهلي الـ 11 الموجودين بمثله النادي الأهلي فأعتقد أنه هو يعني بأمانة شديدة الظروف ظالمة بالنسبة له يعني لازم تشفق عليه وتقول أنه يحتاج يسند وكونك الماتش اللي جاي يعني الماتش هيبقى في ضغط شديد جدا مباراة صعبة مباراة كبيرة جدا عاوزة تحضير وعاوزة تركيز من اللعيبة مين مخدير مين يعني تحضير نفسي حتى تحضير نفس اللعيبة شوفنا رأي محمود صبر وعصام شلتوت نشوف بقى شيخ المحللين الدكتور طه اسماعيل يعني يمكن في الشوط الأولاني النادل اللي أعمل بعض الفرص الخطيرة كانت كفيلة النادل آلي ممكن يعزز الهدف اللي سجله بهدف على الأقل هدف تاني وده كان هيفرق كتير جدا في هذه المباراة المباراة دي لما تقعد لحد آخر وقت وانت واحد صفر أنا دي بفكراني بالماتشات بتاعت واحد واحد انك انت تبقى كذبان واحد صفر وتستنى الحق قد آخر ديها لكن الشوط التاني يعني خفض أذاء النادل آلي بشكل واسع جدا وبعدين التغييرات ما عرفش يعني هل هو رجع تاني لواحد الحاجات اللي هو ما عملهاش في الشوط الأول اللي تكلمنا عنها يمكن كريم فؤاد الحقيقة قد بشكل واسع عكس ما كنا نتكلم انه ما يعني ما قلناش انه هو وحش بس هنقول انه كان نبتدي باللعيب الأسيني الأول لكن كريم فؤاد عمل بشكل كويس لكن هو رجع في الشوط التاني ونزل معلول في الشوط التاني بدل محمود وحيد وعمل شوية تغييرات نزل حمدي فتحي بدل أحمد عبدالقادر نعم فعشان كده الشوط التاني حقيقة لنا بشكل روتيني جدا طيب دكتور طاه رأيه انه الاهل لو كان سجل جون تاني بدر شوية كان الوضع اختلف خالص لانه هيبقى تقريبا قتل المباراة وقد احساس للاعبته انه خلاص ضمن الفوز كان يفر الجون التاني؟ طبعا كان هيفرق ما الدكتور طاه برضو بيتكلم كرويا يعني وبرضو قال انه في حاجات في الفرقة وقال انه الراجل رجع تاني هو الراجل لازم هياخد وقت علشان ياخد يعني ما هو بناء للفريق المنهك يعني هو مش عارف لو لعب إبراهيم يخسره ولا لا وده اللي خليه قاعد مع دول لكن لقى محمود وحيد بعيد شوية وقلق على الماتش فماشي انا استفدت بوجود يعني الكرة بيفكروا فيها كده يا جماعة استفدت بوجود محمود وحيد وسحبه عشان يدعم بعلي وهكذا لكنه في الاخر هو فعلا زي ما قال محمود صبري الراجل مش عارف يعمل ايه في وقت ديق جدا وعناصر قليلة جدا اغلبها منهك طبعا واغلبها منهك يعني اللي مش مصاب على وش اصابة عارف يقولك ايه ده على وش نجاح يعني اللي مش مصاب على وش اصابة طب يعني فزورة غريبة جدا بس الراجل ده هياخد وقت ويشتغل فكرة المساعدين وشكل الاداء اللي هو بيفكر فيه انا بقولك الراجل ده هيعمل نقلة في النادي الاهل اوه هتصدق بقى اللي بقولك ده متردد ده ساكت ده عشان يقوم يكلم ويحمر عنيه بعد ما يدرس الفرقة اصدقائي مش هو هو بيلملمهم ولازم يطبطب عليهم على فكرة لانه في الاخر مفيش حل هو في دلوقتي القيد يا جماعة يعني انت معاك تلاتين لعيب دلوقتي الناس مع دصة بفترة يقدر يغير يطلع لكم خمسة ستة من تحت يتحرقوا لا ده انت مشاعرك سبقاك هو لا هو لازم يصبر شوية ما بليد حيلة عنده الا مع اول الشارع عارف الوالد لما يبقى يقبض الراجل مستنى اول الشارع على يعني على قد فهمي واتصار ان اعنا بقالنا يجي خمسة وتلاتين سنة في شغلانة دي يعني صحيح ايه اللي استوقفك في كلام الشيخ طه الدكتور يعني انا من الناس اللي بحب اسمع لهم يعني بيقول حاجة لكن ما انا بقول لك انت المشكلة بقوله المشكلة مش في الراجل انت شوف بص على مطش المقاصة وشوف ايه اللي خلى المقاصة دخل في المباراة الاخطاء اللي من عندك يعني انت لما تجي تقيس في مثلا في مباراة بيرامز وبعد كده مباراة الزمالك هتجد انت اللي منحت المنافس عبدك المباراة انت دي مباراة وخلص بعدم التركيز بمنتظار من الحكم اديك فاول ما فيش الكلام ده يعني ده دليل على التوتر دليل على انه فيه جهات زهني رهيب جدا واضح ما فيش تركيز خالص فدي كلام اللي فيه مقاصة نفس الشي فلا انا اعز اقولك انت لازم تلعب زي ما قال اصاب انه وضي مباراة تجارية فانت فدام جبت الجول هاتي التاني جاتك الفرصة ما تضيحات يعني انت جبت وبعدها جاتلك فرصتين ما تخلص انت من السن ايه وبعد كده المباراة خلاص انتهت بالنسبالك يلعب بقى بالراحة لكن أنت لو بتدي المنافس انه يدخل معاك المباراة انت صعبة على نفسك محتقد انه المبارات اللي جاية بلات مسهلة على الإطلاق وكل المنافسين دولار تشايفين فرصة أن انا هعمل نجم انت بالاداء ده انت بتصنع لجمية الفرق الثانية طيب شفنا رأي الشيخ طاهان نشوف رأي الكابتن وليد صلاح الدين خلينا نقول زى ما احنا اتفقنا قبل المباراة إن الوقت ده مش هيكون الأداء أحسن حاجة أنا عايز أبعد تحية لجماهير النادي الأهلي اللي وراء الفرقة اللي مأزر الفرقة اللي دايما في ظهر الفرقة في أوقات صعبة جدا بشكره من النهاردة على التواجد وعالتشجيع لغاية آخر لحظة بشكر مجلس الإدارة بقيدة كابت الخطيب كابت الخطيب عارف إنه ده مش أحسن وقت لكن هو بيبعت رسائب وجماهير النادي الأهلي اللي موجودة دي بتبعت رسائب وهي دي جماهير النادي الأهلي وهو ده الدعم والمساندة اللي احنا طالبنا به اللي الدكتور طالب به وأنا طالبت به كمان مجلس الإدارة نويه بكامل هيقته دي رسالة كبيرة جدا وجود الكابت الخطيب نفسه وهو عارف إن الفريق مش هيكون أحسن حاجة ومش هتبقى أحلى كرة بتتقدم لكن هو ده الوقت اللي احنا عايزين نطلع من عنق الزجاج فتحية للجماهير تحية للكابت الخطيب الفريق محتاج احنا قلنا محتاج مكسب واثنين كمان محتاجة تعامل نفسي كابتن سيد عبد الحفيز عليه دور كبير جدا هو واحد من أنجح مديرين الكرة في مصر شخصية محترمة جدا وشخصية راقية ونظيفة وبتعرف تتعامل مع اللعيبة كابتن سيد هيلم قط اللبس كابتن الخطيب بدوره هيلم الفرقة كلها الجماهير في ظهر النادي الأهلي أنا بقولك محتاجين بس اللعيبة أكثر تركيزاً الفترة الجاية الإصابات كتير لازم اللي استشفى تبقى بسرعة لازم اللعيبة تريح كويس لازم اللعيبة تنام كويس لازم اللعيبة تتمرن كويس ده فيما يخص الناحية الإدارية اللي أنا بشكر فيها الجمهور وبشكر فيها مجلس الإدارة وبشد على إيد كابتن سيد عبد الحفيز وكل المسؤولين عن النادي الآن طيب كابتن وليد صاحب دينا أستاذ محمود رسائل مجلس الإدارة ورسائل الكابتن الخطيب ورسائل الجمهور أنت قلتهم إزاي الجمهور دايماً الجمهور هو رقم واحد في الأهل مش بقوله رقم رقم 12 ده اللعب رقم واحد وصر الجمهور الأهلي فعظمته عظمته وإصراره أنه دايماً هو دافع معناه ما بيستسلمش حتى لو حس أنه فرقته بطولة راحت ممكن بيزعل زعله الأساسي مش على أخسر اللقب زعله على أدائك الفني هو نفسه أنه كنت حتى لو قدت وخسرت ما بيكون رد فعله أنه أنا خارج رادي من المباراة وهان مشاهد كتيرة جداً كون الجمهور يسر فرغم الظروف دي أنه هي ببقى موجود فده شيء مهم جداً اللي لاعبين نحنا في ظهركم نحنا وقفين نحنا مسندين أنتوا عليكم أنه كنتوا تفوقوا وترجعوا رغم كل الجهاد والإرهاق وتعب أنتوا فيه لابد يكون فيه حالة من الفواءان ترجع الفريق لحالته الطبيعية دي حاجات مهمة جداً يا أبراهيم في المشهد اللي أنت شايفه رغم أن الجمهور بيش بالعدد لأنه لو أنت فتحت الملعب لجمهور اتفرج على جمهور الآلي وحكي وقول الناس دي اللي جاية و جاية من مشوار ومسافات وتقف وتنتظر وتذكرة ومش تذكرة ومش عارفوا الكلام ده ده جاية عشان عارف قيمة المكان وعارف قيمة الكيان أنه من يومين كان بفرحوا وكان حطوا في مسافة كبيرة جداً النهاردة جي الواجب دوري أنا علي أحقان بيقول لهم أنا دوري أن أنا معاكم خلاص إيه دوري معاكم أن أنا بسندكم وبشجع على غاية آخر لحظة وبتمنى وشوفنا الهتفات وشوفنا المشهد اللي نحن عارفين حتى لو حمريني جمهور لا يعني عادي على فكرة ده الحاجة الوحيدة اللي بتحب بإخلاص بدون مقابل العنصر النبي ده العنصر الوحيد اللي أنت شايفه كابتن محمود الخطيم بأمانة شديدة يعني اتعرض في الفترة اللي فاتت لضغوط رهيبة جداً الناس برضو عاوز أقول برضو يعني نحن يعني الناس برضو تنسى الحاجة الحالة وبردو تفكر في الحاجة ما عنه فيه شغل وعمل كبير ده هي ما بتنسى لا 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 هي ما بتنسى لا لا فيه ناس برضو لا هي مش ناسة الحياة الجوئية عشان أنا مش بكلمك على الجمهور أنا بكلمك على الناس اللي قاعدة على المنصات اللي هاي بتحاول تبصوا وإيه بتستغل اللحظة تستغل اللحظة وتحاول وتحاول الخطيب والدعم اللي بقدمه من مجلس الإدارة لفريق الكورة الدعم حتى في النادي وفي الشغل اللي معمول في الفروع وانتظار في التاح الفرح الرابع في التجمع الخامس ده عمل كبير جداً يا جماعة وعمل مهم جداً عاوز أقول لما بيحصل الكلام طبيعي جداً في حياتك أنت على المستوى الشخصي بتيجو اللحظة بتصلصل فيها لقمة لابد تتوقع أنه بيحصل عندك هزف فترة بفترات كده يعني في شركتك في عملك في شغلك في الحدود دربات الحياة دربات الحياة دورة الحياة يعني هي سنة الحياة دورة الحياة بس ما يفعش تفرط على ظروف يعني لازم ناس تبقى فهم لا كابتن هيدخل في التشكيل يا جماعة ولا الأهل فيك كلام ده ولا حد يا رب أنا بكلمك يعني عاوزوا أن ناس تحاول تقول الكلام ده يا جماعة لا كابتن هو اللي بيختار ولا هو اللي بيعمل حاجة راجب بيوفر الأجواء وبيدعم وبسفر على الفرقة وبيعود وبيتكلم يعني عاوزوا لك بيدي كل الأجواء في الأخطر معك مجلس كل واحد عنده ملف ها بصلاح مطلع أفضل وبينجس حاجات كبيرة أفضل أقول حاجات يعني في مجلس كل حد عنده ملف ده العب ده النشاط الرياض ده الاجتماع ده الشركات إزاي بقى والنموذج الآخر إنه معانش تكلم ألا أنا تنجع بقى بمنظومة وما فيش حاجة اسمها أنا وفقت لا وده ده موضوع صعب يعني لا طبعا كلام وليد كمان في جزء منه على كابتن سادع بحفظه ودوره وانت كأعصام شايفه إزاي لا دور مهم أهم ما فيه خلاص اللي قدمه سيد مش محتاج إن احنا نستعيده على مدار سنوات وسنوات أحد النبيين في المجال ده يعني لكن فيما هو قادم وليد لخصها ووليد على فكرة مش بس نجم وعاش القوضة لكن مشتغل الشغلانة برضا بالضبط هو طالب من سيد كده إنه ياخد اللعيبة ويقول لهم يلا بينا نكمل تقريبا نفس الأداء اللي احنا بنقوله كصحفيين بنحترم من نادي الأهل فيش فكرة بنحبه بس فبنقول ما يمكن أن يكون للإفادة وبالتالي هو طالب منه إنه يقول اللعيبة دي أفضل حاجة تتعمل إيه لأنه هو متأكد إن سيد عامل كل الواجبات اللي عليه عشرة على عشرة وبيقوله بقى لأوقات الكهرباء دي زي ما أنت قلت لأوقات الكهرباء دي وبالتالي سيد عب حفيز يا جماعة جزء من الموضوع إنه مدير الكرة في النادي الأهلي مش محتاج لحد يعلمه ولا حد يعلم عليه ولا هو يخرج عشان يعلم على حد الأهلي لا يختار مدير للكرة يعني ولا أرايب ولا نسايب إلا إنه راجل مؤهل راجل كواليفايد وبالتالي أعتقد إنه مع أجانب مع مصريين مع أجهزة فنية لم يشر أي منهم يوما إن الراجل ده يعني بيخرج حتى عن الدور الاحترافي لأنه من فاش يقول الدور المرسوم ليه هو خلاص وصل لمنظومة إنه أحد من يرسمه الشغل بتاع إدارة كرة القدم وبالتالي هي نفس الحالة المكتملة حالة عائلة الأهلي كله أوزي الموضوع ده يا جماعة مليح جدا يا جماعة الخطيب يعني ولئن أعرف ربها دي له صحة 40 سنة إصابات الكرة اللي ما بتكلمش عنها ما بين هنا وضهر ورجلين وقدين بيتطر يخرج مبكرا تأدبا عشان الزحام وعشان ما يزعلش حد لو ما قدرش يقفر ومنه هيقفله يجي مع 20-30 لكن ساعة الخروج الكامل تأدبا ما بيقدرش يمشي بيبقى معان فيقول لك إيه لقد ماشى غاضبا ويقول لك إيه آه غاضر الملعب غاضبا ويقول لك إيه وحيف مهو جاية تاني يعني مش نايزا لكده فالموضوع لا وإيه ده سمعه بيقوله يعني هو سمع الخطيب بيقول للخطيب أي يعني فموضوع يا جماعة محتاج ده موضوع مش محتاج إن إحنا كسيد عبد الحفيز نقعد بيقول ادعمه لا ما تصدقوش اللي بيتقال عشان نوصل لديه سيد عبد الحفيز ولا تدعمه ولا حاجة سيد عبد الحفيز ماشي في طريقه الآلي مش عشواء يا جماعة الآلي مش كل شوية هنوقف عشان نجيب جيركم بنزيم الآلي بيفول والمحركات شغالة والله ده مزعى الناس كتير التنك ما بيفضاش فجأة ويتملي فجأة كل حاجة في معالك لا لا السيستم اللي انت شايفه ده ما خلالهم دايق هي يعني انت شمعنا هي دي المشكلة انت شمعنا انت يعني وحدك اللي عاوز تمشي وحدك كده يعني ليه لا وقف بقى بقى وده العبارة الشهيلة اللي برضو ما حد شوفه في الصداء قصوة احنا اتفقنا مع التحاضر الكورة إن احنا نضغطهم عشان ايه عشان نوقعهم اه خلاص يعني لو العبارة دي اتقالت حسين لبيب ما نقولك لو العبارة اتقالت لما عن نادي الاهلي ياتبرو الاهلي اللي دي يجد انا انه يطلق يقول لك احنا ناس محترمين شوف الراجل المحترم شوف الراجل المحترم انت محترم عشان قلت تقول انت عملته ده احترام يعني احترام جدا اه طبعا احترام مدام يضر الاهلي يبا احترام لبقى لك ساد عبدالعافيز هي لو حد فيكو او كل الناس قالوا له شكرا هو مش هيقبلها لانه هو عارف انه ده حق النادي الاهلي غير انه عمله كمحترف وده دوره يا جماعة طيب نشوف بقى كابتن عماد متعب رؤيته ايه راجل المدير الفني لسه جاي 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 في موقف صعب كمان في وقت صعب جدا على مباراة صعبة جدا على وقت حسب كابتن سامي كان هو اللي موجود مع مع موسيماني هو اللي كان ميكمل الفترة اخيرة هو اللي عنده المعلومات هو اللي بيديها للراجل لكن الراجل هو لازم يشوف بعنيه انا باخد المعلومات لكن في وقت لازم انا شوف بعنيه انا عايز اقتنع انا عايز اشوف بعنيه في حاجات بتبقى واضحة وفي حاجات لا انا عايز اتأكد منها طبعا طبعا ما تقدرش تحكم على الراجل دلوقتي خالق اي حكم عليها هيبقى ظالم القصة الاكبر ودي النقطة الاهم ان ده وقت العيب انا لو العيب ما حستش بقيمة الفترة وقيمة المرحلة اللي انا فيها وكنت على قد المسئولية هنا يبقى فيه مشكلة هي الفكرة كلها ان انت تبقى راجل في الملعب تبقى بتبين اسرارك ورغبتك في المكسب وان انت بتخاف على اسم النادي وتخاف على اسم زميلك وعلى اسمك دي كلها عوامل بتنجح او صامة اللي شوفتك سقفت العناد متحب لا يعني الحقيقة كلام معلمين معلمين كورة يعني الراجل عايش النادي كويس راجل حاسس بشعور النجم وتحديدا لما يبقى لاعب في النادي الاهلي ان ده وقت اللاعب شوفت بقى حضراتكم لا بيداري ولا بيخبي يفترض ان يبقى اقرب للعبين ما احترام ان هو يحب الادارة طبعا وكبتن وكل حاجة لكن بيقول لهم الحقيقة يا جماعة هذا وقت اللاعبين ولا احد غيرهم خالص ده ممكن لو يعني لو لقوا سيد تعبان ولا حاجة اقولوا ما تجيش انت النهاردة يعني مثلا ليه احنا رايحين رايحين وهنكسب هنكسب او هنموت نفسنا واللي يحصل على الله لان في الاخر فيه قدريات انما بعد العمل فهذا وقت اللاعبين شكرا يا متعب شكرا يعني انا بسميه جان دايما عايش وبيحترم نفسه وبيحترم الناس وبالتالي فعلا ده النجم ده النجم السوبر اللي بيقول لزميل الملعب الجدد لانه هو خلاص بقى برا الشغلانة كالقعب عليكم ان كنتوا تقدروا من ايه ما يقولها بقى يعني ايه نادي الاهل بس ده وقتكم ده وقت اللعيبة طبعا هذي اللي احنا بقولوا نادي وما حدش حط الاهل وجمهوره في الوقت بقول اللعيبة يعني فاللي شفاكنا يخلصنا اه 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 طبعا يعني اللعب زولي اه حلوة دي اه ايه ما حدش حط الاهل في الازمة الحالية دي وخلوا المشهد اللي انتوا شافين انتوا انتوا زي ما فرحتوا زي ما زعلتوا الموضوع كله فيه كنتوا فالحدودة بأمانة شديدة احنا مقدر انا انا على المستوى كراجل المتابع انا مقدر كله لكن ما عنديش مبرر انه يتواصل الاداة بأذ الصوء حتى لو قدت لجهاد ارهاق الدنيا كله عندك لكن في حاجة خاصة ان في لعبة يعني ما خددش منشد كتير اه اه انا مستغرب حتى على المخددش اه بس يعني عاوز مش عاوزين نسمي حد بس عاوز اقوله وقف لا اعنا اسمي وليد اسمي والحاوي سلمان ماشاء الله انا اه اه اين روح دي ما انا بكلمك ده او وليد عمل حاجة في موتش نهائي الكاس حاشك نتوقع انه يعني إيه بأمانة شديدة أحراجت ناس يعني أنت تخليك تقول بعد ما تطلق ماشر أي لا أنا مش غدا أي لا زي أنا عملت كده يا أخي أنا عاوزك تحسس أنك أنت تموت نفسك في الملعب أنا مش عاوزك كده من كده سيب النتيجة خالص مني في حسابات مش في حسابات يا عام اعمل اللي عليك وصيبه ربنا سبحانه وتعالى هو نهايكفأك في النهاية أدي معاليك وابزي المهود لأنه المكان أنت في استحق أنك أنت تموت نفسه يا جماعة ده الأهلي والأهلي عاوز أقول لكم على حاجة مش هيقف على حد فما تحطوش الأهلي في هذا الموقف وتخلوا المتربسين بيحاولوا ينال ويدوروا على أي حاجة ويدوروا على أي حاجة سودة ينسوا قوي بالنهاية الأهلي أي حاجة وحشة بحطها في النادي الأهلي أي فرصة مش عجبة بطلع عاوز فرصة أنال من الإدارة وعندي مشكلة تاريخية قديمة عاوز أطلعها على بقص دارة الأهلي عندي مدايق من جمهور الأهلي وبحبوش أعمل كده شايف أن الأهلي ده يعني وعاوز أخذ كل حاجة آه فبطر أنت كنت السلاح لبعض الغرماء والمنافسين حتى لما كسب ما اكتفاش افرح مش عاول في افرح يعني افرح افرح يعني ومتع نفسك ويعيش أيامك واسيبك من المنافس خلاص سيبه في حاله يعني شاكل نفسك ليه بعد حتى ما انت كسبته كسبته يا عامو وانت أعظم حاجة في الدنيا خلاص انت المشتهدف أنا حقيقي مستمتع بالكلام اللي من القلب سواء من محمود صبرة أو أصام شلتود بس هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مدخش على الأهلي مدخش على الأهلي أهلا بحضراتكم من جديد يمكن أثناء الفاصل أخونا محمود صبري برضو بفضول الصحفي مش سايب الموبايل في حاله ففضل يقل بقال لي شوفت فريرا قيل تصريح مهم ايه اللي لفات نظرات مش هسيبه في حالك لا تصريح ذكي جدا وده مش أول تصريح ليه يعني ينجب حماية الحكم المصري بصراحة لأ يعني ضرر بزاكي جدا وبيعرف يتكلم وبيعرف يحوط كويس جدا على نفسه وعلى فرقته وقالوا في بعد ماتش نهاي الكاس ما بين هو الآله والزمال وقال لك أنتم تجيب حكام مجانب ليه تعدكم حكام وعجبين وطلع شاد الحكام نصريين شادوا بتصريحات فريرا وراجل مش مننا وبشيت بينا وبيقول كلام صراحة راجل ده الله ولا من ديني ولا من دينك وعنا مش موصري معك حاجة ده برضو عاوز لك على حاجة برضو ده برضو بسببك أنت بسببك أنت أنت اللي اديت الفرصة لما وصلتنا كده للمرحلة دي وطول عمر الأهلي وممكن أحكي حكاية يا جماعة ما عليش وحكيتها قبل كده أي واقعة ليا مع كابتل حسن حمد ربنا أدي الصحة وكنت عملت تقرير مهم جدا للأهلي كان بيلعب المصري وكان وقتها بيدرب المصري كابتن فاروق عفر والأهلي اتعادل في المباراة وكان لي دربتين جزاء فكتبت تقرير تاني يوم وخدت فيها رأي عضو مجل صدارة وفجئت بتليفون من الكابتن ساعة 8 قالوا انت فين تقولوا لا أنا في البيت قال لي لا أزلوا ما تيجي تكلم وروحت الهرام فعلا كلمت اتصلت بي قال لي أنا مش عجبني اللي مكتوبنا هذا مجل صدارة لا يتدخلون في التحكيم ولا تكلمة دا ولا الحكم لي داخل حال احنا السبب نفس النص فريق فريق بتاعنا هو السبب احنا كن احنا لو الحكم منعنا من ضربة جزاء وحسب انها ضربة جزاء وضيعناها لازم ندخل بالكرة الجول ما دي أصلا أنا بكلمك لازم انت ادائك في الملعب لو الحكم تحامل عليك مرة واثنين وثلاثة واربعة مش هتحمل عليك الخمسة والستة والسبعة رحمود دي مستمرة لا دي مستمرة من عامل كابتن صالح كان مرة كده عرفت انه ايوة وغير كده تقل له مرة مش عارفة كابتن اللي قال لهم تاب وفين اللي جوانا اللي ما بتتلغيش اه ما هو ايه هتجيب جوانا وتحكت الحكم وتسكت الجمهور ما انا بكلمك على جزية دي ما تنتظرش من الحكم ولذلك يا كابتن سيد قال تصريح في نهاية المصب الماضي انه احنا علينا ان احنا نعتمد على انفسنا وبيحاول الاخرين برضو اللي هما ما بيقولوش كلمة الحق إلصاق حاجات بالقالي بالأجل تشوي الصورة من عاوزة بالكسة البرواز دي عاوزة اخدشه فاخدشه هبدأ انبط عليه بحاجات صغيرة واطلع فيك كلام وهو فيه يعني هو مملوء ومليان من الحاجات دي والصفحات تقدر تتكتب ويتقال فيها الكلام لكن عشان دي مرحلة الصوت العالي ومرحلة انه وانا خلاص انا نازم اكسبك في الصوت العالي ده ومن عليك حملة وانت راجل منتزم مش عاوز تخش في الكلام مش عاوز تنزل للمستوى ده فياجب انه اللعبة تقال لها الكلام الامر بدك في الملعب ما تنتظرش انت تقدر تخلي الحكم كل مهمته انه يصفر على الكرة في الجو فدي من الحاجات اللي عاوز اقولها لك وبعد حتى انتقل كلمة الموضوع ده يعني ايه لا كان محتد وكان عنيف بمانة يعني في المكالمة كانت عنيفة انا اللي هي وجهة نظر انا مش طرف اكتب وجهة نظرك انت لكن ما تدخلناش طرف واحنا متكلمش على التحكيم خالص وكانت دايما عباراته مسندة وقوية فعلا للتحكيم تحت اي ظرف لو جبت له ايه ما بتكلمش عنها حتى لما تعرض الاهلي للنهاي الشهير بتاعت 2007 2007 في اجم الساحلي وضربة جزاء يعني بمحضر رسمي من حكم الكاميروني ولما جي الاهلي خسر هنا كان رد فعله غير متأقع حتى لما حصل وانه حكم برضو العرجون برضو تجاهل تربتين جزاء بس ما يقول لحاجة برضو يا محمود ليه حدوش زادت او برضا حدوش حتى كابتن صالح حتى كابتن صالح في مباراة المحلة ابراهيم النادي انصحب انصحب لانك انت شايف فيه فجاجة صدق صاحب لغة العصر وقتها كانت فجاجة بقى وبعد صبر بقى فكانت فجاجة يعني فجاجة قال لك مش لعبين بقى وفاهمونا بقى وقت في ايه بالضبط اه يعني انت فيه امور تصل الى حد لا هنلعب ولا هنتحمل كده الامور لما بتحصل فيه حاجة تطاق وفيه اخطاء لما الاخطاء اللي انت بتقول عليها دي انا مش مختلف معاك لكن انا عاوز اقول لك انت لازم الجيل صلح نفسك اولا حتى الان ده مع الادارة ساكتة كل اللي بتطلبه عدالة اواتولنا تحكيم اجنبها جماعة وعلى حماية الحكام وعلى حساب يعني هو بيقول لك لحماية المنتج المصري بس هو الاقل مش لاقي اللي فريرا لقيه موفي ريرا ويقدم شكر على الخواجه مش عايز خواجهات انا عايز يدي الخواجه مش عايز خواجهات خريبة برضو انا انا خواجه لا مش شك لا لا ما انا بتكلمك ايه يعني الصورة بطحت يعني سبحان الله يعني سبحانه ما انا انتقه بالحق انه فعلا تحكيم مصر عشرة لعشرة والانديل تاني الانديل تاني لطلبة حكامها جارب يعني بيرامتس سراميكا ليه عايزين خواجهات ليه عايزين خواجهات خواجهات محشيين اللي هو عربة كان في انتخابات اه وداخل ربنا يديله الصحة ربنا يديله الصحة وكب سمير زهر فانا كنت معاه انا ومجموات اصدقائي يعني اه فكل شوية يقوليني انا اجيب له كفول وطعمية من نعمة اولاد ما لهمش حل فانا عارفين طبعا ايه مناصر كب سمير زهر بقى الله ارحمه جنباري ومش عايف ايه فاخر رابع خمس يوم كده اولا اللي هو عربة كان حتى المقر واخده من واحد صاحب وعايش برا يعني المهم جي النهاردة بقى فول وطعمية ما حصلوش قبل كده فتوله وجهة نظرك انت دي وجهة نظر في ايه ده هو الراجل يعني بيقولك ده تحكيم علامي وجهة نظره صحي طبعا ده تحكيم مصر علامي بذليل انه عشرة من المصرين راحوا كسل علامي بالزبط بالزبط هو شايف حاجة احنا مش شايف انه ايه هو الله بس احنا عاملين نفسنا هو لقى حاجة احنا مش تأيينش لعينا هو بالزبط وبعدين هو راجل محترم ده بجد بقى فبيرد اليدية يعني مش هيوقف يعني اساكت امام يعني اه يعني انا خواجية وحب اليدية الناس جاء بتعيد عليه فبيردنا طيب كبوة الاهل بقى هتطول ولا مش هتطول الرأي المهم للأستاذ حسن المستكاول لازم المدرب ده حاليا يجد حل لأفشة ازاي لو عايز يلعب 4-3-3 3-4-3 او 3-4-3 لازم يجد حل اذا كان عايز يستعين يسق في مهارات أفشة لازم يبتكر حاجة ان لازم المدرب كمان هو انت جايب مدرب اجنابي عشان ايه مش حسين يطور اداء الفرقة واداء اللعيبة عبدالقادر لازم عبدالقادر مبدع اما فيه ثلاثة في الاهل او اربعة عندهم مهارات الفردية العالية أفشة عبدالقادر علي معلول نعم السولية طبعا طبعا يعني حمدي فتحي نعم يعني أنا بشوفه من لعيبة الموهوبة جدا لعيب هاي الحمدي طبعا خمس ستة لعيبة عندهم مهارات فردية عالية جدا كويس جدا يتقود الفرق بس لازم بقى عبدالقادر المدرب بتاعه دلوقتي نعم يدو يطور من الترئيصة بتاعته طيب اذا انت شايف ان نادي الاهل هيخرج وانها كبوة ولن تطول طبعا ده التاريخ كمان بيقول كده طيب بان ده نادي الاهل التاريخ بيقول كده ودي كبوة ومش هتطول لكن تحديث دور أفشة انت رأيك وانت رجل كوير امت بس امت لا ما يمين مش هتنفع يومين الناس بتيجي الصبح بيعملوا الاستشفاء ويروح عشان يتكلم معهم بس ده الراجل بيأجل التشكيل لآخر وقت عشان يحافظ على ان الفرقة كلها تفضل واخدى نفسها حسب يعني شوية الخبرات اللي عندن هم عندوش الوقت ولا الرفاية دي وماقدرش يزع انا متأكد من ده بعد عشرة طويلة مع مدربين كبار جدا شفنا اكثر من موديل ازاي بيتعامل خاصة لما بتجمعنا البطولات المجمعة وانا وانت ومحمود وكلنا عشناها ايه انت انقصت مرة منتقب مصر في زعلية من نجم النجوم ما كانش هيبدأ البطولة لو لابراهيم قال لي وعرف ان انا هعرف اشوف اي حكاية وكانوا هم مشغول بركز ارسالة كذا ما كان يعني طبع الاخبار واعتقد وكلها مهمة فقلت له طب في ثانية هشوف ايه الحكاية ده قال لنا انا شايف فاصلا اديني بس وقت يعني الراجل ده لابد له من وقت لكنه راجل محترف مش هيقول ايه اللعبة اللي انا شايفها دي ما ينفعش لان هو اصلا عشان يجي درس النادي الاهلي هو ما علمته انه قعد خمس ايام اضافية يشوف مباريات مش لقطات والدليل حتى احمد ياسر ريان بيقوله انه شاف له ماتشين مش شاف له لقطات ايه وبالتالي خد قرار انه هو يبدأ يبقى بيتمرد فهو عايز يقول لعب قدر طب يقول لعب قدر يا زكاين عبدالقادر وقفشة والاغلبية الاعظم بقول لكم حسين ان الناس اسي عليهم فبيردوها في الملعب بدل اكثر حميع عيني انه زعلان فما يجريش لو ضعت منه طب هو هيقول له ايه هيقول له تعالى على الجنب طب هو مفيش جنبه حد يعني مفيش نفس الموديل كتير فيه 13 لاعب هم فريق نجوم تحديدا يعني ايه وحتى اللي تقدر تستخدم جزء من عفيته ماءك زي حمدي او السلية اديك شفت السلية موسيمو انت حمدي يعيني بينزل فتلاقي ناس هتلاقي تقولك ايه الارف ده هو ده حمدي فاتحي نعم وانت مش اخد بالك ان حمدي فاتحي او مش هو مات اه جهدا يعني صحيح انت عايز منه ايه يا اخي يعني لا الرقفة حلوة احنا صراح بنقول ان اللاعبات صحها اوضاعها وحاول تنام حاول تركز حاول تشوف النوع من الفيتامينز مع التقيم الطبي ما شاء الله الناس بتقولك المدرب يروح ليه مع اللاعب يعمل بص هو وقت الفتنة فلو اغلقنا عليه نظرنا الاهلي الحقيقة هننجو يعني في وقت الفتن فعلا الحماية الحماية هي اغلاق الدار لان اللي بيتقاله الجمهور كتير والجمهور عاشق زي ما ابراهيم قال نبيل عاشق نبيل يعني مضحي بكل الاشياء في كل تاريخ النادي الاهلي كانت هذه ايه الحالة اهلي اللي هو الجمهور فلازم لازم الجمهور يعرف اللي قاله الاساس حسن في السؤال اصل الكبهة دي ليها معاد عارف اللي عليه شيكا محمود ليها معاد نهاية الموسم في كل الاحوال اللي هو وقت ما يتفتح باب القيد اذن هتحصل تعديلات وتبديلات ما فيه لعيب كمان ممكن يكون هو اللي عاوز يغادر يا سيدي يعني كمال احتراف يا محمود وبالتالي ادوا بقى النفس للوقت ده والاهلي لم يعودكم انه يمضي على بياض ان انت تقوله بس يجيب الدور يا بلاش يبقى انت كده جمهور جديد على النادي الاهلي لان الدولاب تعمل كده يعني هيكلمك في ايه بس هيكلمك في ايه مش عارف كام باربعين كام بتمانية كام بعشرة صعب صعب انت عندك حاجات كتير قوي كلك غضبان وزعلان طبعا على المشهد ده المشهد الفني اي لكن عل سقطك عشان الناس تبقى شغالة هيتحطلك مليون حاجة زي ما قلنا كده تتكلم عن انه الاهلي ضد الدولة ياسين منصور يعتزل العمل العام كلام انت بتقول عشرة عشرة بس ده برضو الناس خلي بالك برضو مسك ورقة او قلب وبص على مشهد تاني شايفان يا سيدي طبعا مشهد الفني احنا بنقول لها اهو خليك تسجل بس تسجل كمعلومات بقى محمود من اغسطس السنة العشرين عشرين لغاية اغسطس دلوقتي يعني احنا بنتكلم في بالزبط تسع اغسطس عشرين عشرين تلاتين اغسطس القادم سنتين الاهل اللعب اكتر من زمالك عشرين مباراة الجيل ده مباراة اكتر في استكمال كاس مصر تسع تاشر عشرين خمس مباراة استكمال دورة ابطال افريقيا اللي هو عشرين واحد وعشرين خمس مباراة استكمال دورة ابطال افريقيا عشرين اتنين وعشرين ست مباراة في كاس العالم مرتين اتنين مباراة في كاس السوبر الافريقيا مرتين سوبر مصري بين الأهل والجيش الآهل زيادة عن الزمالك 20 مباراة وزيادة عن بيرامدز 15 مباراة لأن الزمالك وبرامدز مشاركين أفريقيا هتلاقيه بقيت بتلاتين وأكتر عن فرق أخرى هو ضب الموس يعني كأنك إنت كان الأندية التانية تلعب في الموس 34 فبقيت الأندية غير الزمالك وبرامدز الآهل لعب موس مضاف عنهم كمان لا أنت عندك 150 مباراة والكل ينافسه يعني عندك ومع هذا الكل ينافس طبعا لا لا والكل ينافس بقى الآهل تحديدا يعني الكل ينفق يعني زمان كانوا اللعيبة جيل بقى كابتن والأجيال وانت جاي كده لغاية بداية يعني أواخر التامنات يقولك ده اللعيب الخاصم يعني زوجته بيصالحها وبيعمل سشوار عشان ماتش الآهل كمان الجمهور انت قلت حاجة مهمة لازم يبقى الآهل ويمسك هورها بقلب بس يبقى متطمن أنه هانت خلاص هانت أول الشهر جاي يا صديقي واخلصنا طيب واحد من اللي عاشوا هذا الظرف كتير وعنده تجربة برضو الكابتن سيد معوض نشوف رأيه انت مع الكلام اللي بتقلد نشناوي لازم يقعد لا هي مش حكاية لازم يقعد يعني الشناوي أنا نفسي بس يشيل من دماغ وحطة أن أنا لازم أباين للناس أن أنا كويس هو أنت أصلا كويس يعني الشناوي الشناوي واخد أحسن عيف في أفريقيا يعني مش رأيش ولأ وهو عمل إنجازات وماتشات كبيرة جدا مع نادل آله ومع المنتخب خلال السنتين التلاتة الأخرى لغاية كاس الأمر لغاية كاس الأمر في ماتش دور الثمانية بتاع كودي فوار ده أعتقد كان ورجع لقى ماتشين كاس العالم كمان ولقى ماتشين كاس العالم فهو من الناس الكويسة جدا فهو مش محتاج يزبط لحد أنه كويس أي العيب يمر في فترة كده بس الأهم إن أنا أخرج منها هو حظه سيء بأمانة برضو عشان نتكلم يعني بحق يعني أنت أصلا عندك إصابات كتيرة جدا واللي بينعبه مش في حالتهم فأنت محتاج إن حد يدعمك الفترة الجاية بص أنا هفتل على محمود صبري لما سيد معوض قال لك الشيناوي مش محتاج قال لي شفت ده فيه ناس لمجرد إن طارق حمد يترشح هلب والدنيا ودوش ودماغي الشيناوي خاد أحسن لاعب مش أحسن في أفريقيا ومحدش حس ومحدش يتكلم ونزع لها على فكرة وفرح سكيتي كده فرح سكيتي لا بجد يعني اللقطة اللي اتعاملت من الجونان يعني بصراحة بأمرة يعني بأمانة شديدة يعني لازم يتشكر كان الجونان في بياد ناس محترمة يعني عندها سلامة نفسها طبعا تكريمه حتى لو كان التكريم بسيط فبحد ذاته برضو عاوز أقول يا جماعة برضو الشناو زي أي لعيب مستوى وصل للمستوى يا جماعة برضو ناس يعني ما تنسوش قوي أمر طبيعي جدا يحصل آه نزع لنا مينه نزع لنا منه لوكابت الفريق وشايفانه هو مفروض يكون هو يعني اللي شايل الشيلة وهو اللي يدعم اللعيب وهو اللي واقف لكن الناس برضو بقول الجمهور عنده حقا مش هنقدر نقول كده بس خد أحسن لها في أفريقيا ده استمرار بقى لجيل النجوم قبل كده اتخذ لبركاته وابو تريكا و أحمد حاسم ومن من ثقافة اللعيب اللي قلناها للزملاء والمحللين اللي ما فيه برنامج يا راجل احتفى بيها كما يحتفى بمن قيلة إنه قادي يترشع ليه يعني هو عامل حامل يعني يعني زعلكم في إيش قال لك شفت الدواشونة أه والله دواشونة يبين لك يبين لك الفارق وإن أنا إزاي عايز أجيب حاجة كده وإيه وفتس لك أي حاجة وفتس لك أي حاجة دلوقتي يعني إيه ناس عاوزة الدينة المثالية هو مش عارفة إيه مفضوحة لا لا فيه لا فيه إعلاميين أنا كنت أعتقد أنه هم يعني عندهم يطلع في برنامج يقول حاجة ويطلع على قناته الخاصة يتكلموا الدينة المبررات ما تعرفش تصدق مين تصدق ده تصدق النموذك ده ولا تصدق النموذك ده يعني أنت يعني إيه يعني حاجات بردو إيه إنت مين في دون إنت مين في دون يعني إذا يعني فاصل بالإثنين ما تخليك واحد يعني خليك واحد بواجه واحد ما تقولش هنا أنا هنا في الحالة تطلع تقول يا جماعة في التانية دي أنا مشجع خلاص أقول لك خلاص شكرا أنا أروح أقفل كده من أنت مشجع طبعا طبعا أنت على الهوى مثلا يعني مثلا إيه سوهرش أول ما سلم على الواد بتاع اللعبة بتاع بترو جيت اتحط فيها الخنابر لما فريرة بعت مترجم وجاب أحمد علي قبل الماتش والفرقة نزلين وسلموا وعدة حكمها بعض جاريت بعته ده أول لجاله أهم أيو لا أبعت المترجم أقلوا روح حياته ما هو جابه اللقطة جات كده المترجم راح جاب وانه وانه يجيب وانه يجيب وانه يجيب هل ده معنى ذلك يعني ده بعد إيه قبل المباراة وده بعد المباراة يعني عاوز أقول لك إيه يعني ده بعد المباراة الراجل يعني معينه مفتحة وشايف بيعرف في القط الحاجة الكوائسة التاني هان بعد ذلك انه أنا قادر أقول ودي النفس المبرر أقوله انه جابه عشان يقول له نبي خلي بالك من كذا كذا أو نبي ضيع ضربة الجزاء يا جماعة غرط الكلام ما أنا بكلمك يا عزيزام وانه ضد الظاهرة السيئة ولي عاوز أقول اللي بيصيره الكلام ده حكاية التفويد ومش التوفيد انت كده مش بتضر بتضر المنافس يعني بتدينه انت حاجة يعني أو بتشوه لا انت بتضر لصمعة بلد انت بتضر صمعة رياضة انت بتضر صمعة وطن كبير بالصغير ما ينفعش ان احنا نصل للمرحلة ان احنا ننزل لهذا المستنقع ونشوه نفسينا ونقول على لعبتنا وعلى مدربيننا وعلى أخواتنا حتى لو وصلت المنافسة يا جماعة إلى كل اللي يتخيل لابد وأوطالب الدولة وأوطالب القائمين هم يتدخلوا ويحسبوا اللي بقولك كلام ده وما يتخدش الكلام على انه ظهر والحكايات اللي قد بتالع أنا بكلمك ايه ولا بجد ايه اللي حصل ده خلاص ما انا بقولك دلوقتي يا عزيصام ده ليس اخيرك كابتن حلم طولان يا راجل ما انا بكلمك يا عزيصام طولان يا راجل ليه انت السقوط على هذا الأمر يؤدي إلى كارثة انت خلي بالك بتغزي جيل طالع بيتقبل كل شيء سلبي ده ما تقبلش الإيجابي ده انت لو جيت بتوله في لانك ويقولك طب انت عدت معا عايز يشوف نموزة يعني انت لو جيت عقبت عشان كده واحد واثنين وثلاثة واربعة وقطعت لسانتهم كده ومنعتهم واحد واثنين وثلاثة واربعة حدت حاسب يا عم ما فيش حاسب ما انا بكلمك وما انا بقولك اهو جرائم بيعترف بينا بيقولك دي الجرائم تخلي بالك دي جرائم يعيب يقولك انا ما جانيش قلب ما طوعنيج يعني ما ينفعش ما ينفعش ما يصحش وعيب عيب نصل للمرحنة كنت هدن نفسك تحكم على ناس وتشوى جهدها وعرقها ياخي ممكن العمل الكرة جات جول راح ضربة جزاء حصلوا تفكير صدها الجول الجول كان اسكى كان اشطر هو كان خايف هو كان عدوا تفكيرين يعني ليه ليه رايحين نعمل ليه بنعمل في نفسنا كده كل ده عشان ايه يعني يعني اسألك انت بتهد المنظومة ده الصالح مين يعني بتسيب اللي يكسب يكسب وبعد ينزل لك الحاجة وانت اللي بتكسب واتفاكروا في حد يقدر تكسب دي حاجة التوفيق بتاعة ربنا سبحانه وتعالى يعني دي ودي يا جماعة بس في نتباك نفعش ان احنا نوصل كل حاجة بتاعة ربنا بس في ناس اللي هيا رشدة اخيرة منك لجمهور الاهل رشدة الجمهور الاهلي لا تصدق تلت اربع ما تراه وانتظر معنا دين ده انت من قلب الشغلانة وشايف اللي فيها طبعا كل اللعبة ان بيتقطع بينك وبين النادي الاهلي لان انت اصلا المالك والحامي يعني انت السيكيوريتي ايه طبعا غير ان انت الملاك شفت بقى حد مالك وهو اللي بيقعد على باب الامارة مفيش الى الجمهور الاهل فمش هينفع تقلبه على بعض خالص وخاصة انه لو صورناها ببساطة شديدة اول الشهر خلاص اول الشهر الكروي يعني الموسم لوقت الان لا القيد ولا الزيد ولا العبيد ولا فيه اي مشاكل من اللي انتو بتسمعوها احنا صحفينا يا جماعة يهمنا ده انا هنا اه راجل اهلاوي زي ما الاخر بيقعد انك زي ما الكاو بيفتح بوه هدي كده وحر لكن انا بحترم نفسي لو في العام هدي كل حد حقه لكن مش هطب لحد ولا حتى للنادي الاهلي لكن دي حقيقية يا جماعة لو انت اهلاوي ان شاء الله حقيقي علمها للشباب اللي طالع احمي نديك وخاف مش من حد خاف من انك انت تتعطل عن مواصلة المسير الفخاخ كتيرة قوي وكلها من فشلة ولا زيد ولا عبيد ولا اي حاج وكله قاعد يقول لك من فوق والله العظيم ما فيه حاجة فوق والله ما فيه حاجة فوق والله ما فيه حاجة فوق الا قاضي مش عارف انه قاضي وفاكر ان العرق مش زي القضايا اللي بيعودوله على المنصة ده عرق ناس ورزق ناس مش بس اهلي وزمالي اذا حولتو تحت اي ضغط الخصوم بتتلقى عند الله على التحكيم جمهور الاهله طبعا على التحكيم ده كلام مهم جدا لان ده الحامل تاكور امراهيم ده المفترض يبقى حامل كورة شرفت بنواره كل سنة وانت طيب وكل سنة وانت طيبين وسنة هجرية جديدة يا رب ان شاء الله كل سنة وانت طيب اربعة واربعين اربعة واربعين اربعة واربعين شكرا جزيلا انا عزت وشرفت بنواره والله فعلا حاجة محترمة ان احنا ندلي يعني بشهادة باعترافات الاهله لا احتاج شهادة كتاب تاريخه وحضره ومستقبله مجلدات يا جماعة شكرا جزيلا للضيفين الكبيرين الأستاذ محمود صبري والأستاذ عصام شلتوت كما نشكر حضراتكم دائما دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بوعي جماهيره بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله السبوع الخير